اشتركوا في القناة رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورقتنا البحثية لهذه الليلة قبل أن نشرع أو ندخل فيها فإنا نحتاج إلى التذكير بمقدمات ثلاث هذه المقدمات سبق وذكرناها في محاضراتنا المتفرقة السابقة المقدمة الأولى أننا نتبع أهل بيت الطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين إحدى خصوصياتهم أنهم طاهرون طهارة كلية بمعنى أنهم في جنبة الروح طاهرون فلا يرتكبون أي معصية بل ولا يرتكبون أي شيء يخرم العلاقة المثلى التي تربطهم بالله تبارك وتعالى كذلك هم طاهرون في جنبة البدن فإنهم لا يتعرضون للنجاسات بل ولا تتداخل معهم النجاسات بنحو أو بآخر بل نستطيع أن نعبر هكذا بناء على أدلة مستفيدة جاءت عندنا وجاءت عند مخالفين على السواء نستطيع أن نعبر أنه حتى فضلاتهم صلوات الله عليهم هي طاهرة دماؤهم مثلا طاهرة طهارة أهل بيت الطهارة طهارة كلية وهذا أمر طبيعي إذا لاحظنا سيرة كل إنسان مؤمن طبيعة الإنسان المؤمن أنه يتحرز كثيرا عن النجاسات ويحاول دائما استبقاء نفسه في حالة الطهارة سواء الطهارة الخبثية أو الطهارة الحدثية الإنسان المؤمن بطبيعه يحاول دائما أن يبقى على وضوء مثلا حتى إذا انتقض وضوءه فإنه يذهب ليجدده مرة أخرى في المقابل أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الكفار والمنافقين والظالمين ومن أشبه فإنهم لا تجدهم يهتمون بالطهارة بل على العكس من ذلك حيث أنهم أنجاس أرجاس فإن عادتهم تكون التعرض للنجاسات كثيرا ولا يبالون بتلك النجاسات لا يبالي الواحد منهم مثلا إن كانت على ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة لا يبالي الواحد منهم مثلا في أن يبقى على حالة الخبث أو الحدث المستمرتين لماذا يتأقلم هؤلاء مع النجاسات؟ لأنه كما قيل شبيه الشيء منجذب إليه حيث أنهم أنجاس فإنهم يتأقلمون مع النجاسات يتأقلمون أجلكم الله مع البول مع الغائط مع الدم وما إلى ذلك هذه هي المقدمة الأولى اجعلوها في أذهانكم المقدمة الثانية أيضا سبق وأشرنا إليها غير مرة عداؤنا للشخصيات المعادية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليس عداءا شخصيا بمعنى أننا مثلا لا نكره عائشة لمجرد كونها عائشة وإنما نكرهها بسبب مواقفها السيئة تجاه أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بل وتجاه الإسلام بسبب انقلابها على رسول الله صلى الله عليه وآله تحريفها لدينه تلاعبها في أحكامه أي أحكام الإسلام إحداثها في الدين وبسبب تمردها على القيادة الشرعية من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله المتمثلة بولي عهده وخليفته الشرعية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم بل حتى تمردها على رسول الله صلى الله عليه وآله غير مرة حتى نزل فيها قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار في ذمها وتجريمها عداؤنا لهذه المرأة ينطلق من هذه النقطة من نقطة أنها كانت محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله دون إغفال أن ما يجعلنا نزداد حركة في التعبير عن الغضب على هذه المرأة والتحذير من موالاتها والحرص على فضحها وإسقاطها عن الاعتبار العام هذا مرده إلى أن لهذه المرأة بالذات تأثيرا ما زال مستمرا على ديننا وعلى شريعتنا وعلى أحكامنا وعلى واقعنا المعاصر بمعنى أن عائشة إلى اليوم تمثل خطا تمثل منهجا تمثل دينا من الأديان الأرضية التي ما زالت بقاياه باقية إلى اليوم فالحفاظ أو محافظة عائشة على مكانتها هذه سيستبقي وسيحفظ ذلك الدين الأرضي المزيف المنحرف الذي تمثله سيحفظ ذلك الخط الذي تمثله وبالتالي يحفظ هذه الانحرافات الموجودة في الدين يحفظ يحفظ هذه الأحكام المخالفة للدين والتي يتصورها بعض الناس أنها جزء من الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالي هناك عقائت جاءت بها عائشة من خلال أحاديثها وليكن إحداها مثلا الاعتقاد بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان ينسى ما يوحى إليه وهذا من أعظم المطاعن في النبوة هناك من بين الأحاديث التي جاءت بها عائشة مثلا أن الله يسارع في الهوى وهذا من أعظم المطاعن في الذات الإلهية إلى غيرها من عقائد كثيرة جاءت بها عائشة عبر أحاديثها وتكونت من خلالها هذه الديانة التي يصطلح عليها بالديانة البكرية فلا يمكن كنس هذا الركام والخلاص منه إلا بكنس عائشة كذلك في جانب الأحكام أحكام الدين يعني في الطهارة في الصلاة في الصوم في الحاج فيما إلى هناك جاءت عائشة كذلك بأحاديث كونت شريعة مخالفة للإسلام ولكنها بإسم الإسلام وهذه الشريعة ما زالت باقية إلى اليوم عند بعض المذاهب فلا يمكن كنس هذه الأحكام الباطلة المنحرفة المخالفة للإسلام إلا بكنس عائشة أي إسقاطها هذا هو ما يدفعنا إلى أن نكثف حركتنا في إسقاط هذه المرأة عن الاعتبار دافعنا في ذلك أن نريد لهذه الأمة أن ينجلي عن أعينها الغبار أن تعرف الشخصيات كما كانت كما هي هي بلا تزويقات بلا ديكورات بلا أكاذيب تاريخية وروائية وحديثية تجعل من هذه الشخصية شخصية مثلى وما هي بشخصية مثلى بل هي شخصية من الشخصيات التي تلعبت في الإسلام العظيم وموضوعنا هذه الليلة سيكون ضربا لمثال من تلك الأمثلة على أن عائشة قد تدخلت في شريعة الإسلام وتلاعبت فيها وما زالت الأمة تدفع الثمن أن قثما أو شطرا الآن من هذه الأمة باق على نجاسة في أحكامه في باب الطهارة باق على نجاسة لظنه أن الذي فعله لإذهاب هذه النجاسة كان تطهيرا شرعا وما هو بتطهير لأن الذي جاءت به هي عائشة هي قالت أنه هكذا يكفيكم أن تطهروا هذه النجاسة من ثيابكم مثلا هؤلاء حيث أنهم يظنون أن عائشة امرأة تنطق باسم الإسلام فإنهم ظنوا أن فتواها هذه هي فتوى معتبرة فمضوا عليها وأسسوا مذهبهم عليها وكانت النتيجة هي التي ندفع ثمنها اليوم أو تدفع ثمنها هذه الأمة اليوم النتيجة هي أن هؤلاء على نجاسة الآن بسبب تطبيقهم لهذه الفتوى والحال أنهم يظنون أنفسهم على طهار عينا مثلما بعض الناس الآن كثيرا وقع يعني نعوذ بالله عبر التاريخ يعني أقصد هذه الألف واربعمائة سنة تقريبا كثيرا ما وقع تلاعب بالأعراض والسبب عائشة بسبب فتواها في رضاع الكبير هذه المقدمة الثانية المقدمة الثالثة ما سبق منا من ذكر أن عائشة لماذا سماها النبي صلى الله عليه وآله بالحميراء ما هو السبب السبب هو أن هذه المرأة كانت كثيرة الحيض لا تكاد نجاسة الحيض والاستحاضة تنفك عنها ولذلك قيل عند العرب في أمثالهم شر النساء الحميراء المحياض شر النساء الحميراء المحياض هذا خلافا لتوهم أبناء أهل الخلاف أن الحميراء معناه أو معناها معنى هذا الوصف أن هذه المرأة يعني شقراء أو بيضاء مشربة بحمرة هذا ليس صحيحا وأقمنا الدليل عليه ضمن التعليقات اليومية على الضجة المفتعلة من قبل أتباع عائشة في السنة الماضية أو قبل الماضي فمن هنا نقول إن هذه المرأة كانت كثيرة الحيض زي كثيرة الحيض والاستحاضة إذن كانت هذه الدماء النجسة كثيرا ما تلطقها تلطقها وتلطق ثيابها وبطبيعة الحال كان يشكل أمر الطهارة من تلك الدماء عبءا عليها خصوصا في تلك الأزمنة حيث أنه الحيض لا يأتيها بمعدل طبيعي وإنما يأتيها بكثرة ولذلك سميت محياضا أو حميراء شر النساء الحميراء المحياض والسويداء الممراض فكثرة الإغتسال وكثرة تطهير الثياب وما إله نالك كان يسبب نوعا من العبء على هذه المرأة وهي من داخلها كما قررنا في المقدمة الأولى امرأة نجسة يعني امرأة منافقة فلذلك تتأقلم بشكل طبيعي مع النجاسة لا ترى حرجا في بقاء النجاسة ولا تستقدر هذه النجاسة لذلك لم يكن من حل أمام عائشة إلا أن تفتي لنفسها ولصويحباتها بفتوى تسمح لها استبقاء هذه النجاسة استبقاء هذا الحيض أو دم الحيض دون حاجة إلى التطهير الذي كان يشكل عبعا عليها فاخترعت هذه الفتوى كسائر فتواها الأخرى المخترعة كرضاع الكبير وغير رضاع الكبير أنه ولاحظوا هنا القذارة يعني هو لا شيء أمر مقزز بس يعني لابد أن نبينه يعني تبيانا للحقيقة وعلى منهجنا في الصراح لأننا لا نؤيد أبدا إخفاء مثل هذه الصفحات السوداء يعني في التاريخ أنه يكفي المرأة يعني التي ترى على ثيابها دم الحيض أن تأخذ شيئا من ريقها من لعابها من لعاب الفم وتضعه على هذا الموضع موضع الدم من الثياب وتفركه تفركه شيئا ما قليلا هذا كاف هذا يعني مطهر هذا يطهر تقول عائشة كما في رواية أخرجها البخاري في صحيحه ورقم الحديث هناك ثلاثمائة وأربعة بسنده عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه حسب دعواها أنه ما كانت لإحدانا يعني نحن نساء النبي صلى الله عليه وآله إلا ثوب واحد وكان هذا الثوب تحيض فيه المرأة فيصيبه شيء من نجاسة دم الحيض تقول فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها قالت بريقها يعني وضعت مثلا إصبعها أو يدها في فمها وأخرجت الريق فقصعته بظفرها تأخذ الريق تضعه على الدم دم الحيض هذا من الثياب وتقصعه أي تحكه بظفرها هكذا وحسب فتوى عائشة إذن هذا يجزئ عن التطهير بالماء لأننا نعلم أنه لا يطحر الثياب من مثل ذلك إلا الماء ماكو شيء آخر يطحر الثياب فهي تقول الريق يكفي مع الحك ولها فتوى أخرى سبق وأشرنا إليها أيضا أنه المني أجلكم الله إذا كان كذلك يابسا فيكفي حكه حتى بلا رق هذا يجزئ عن التطهير لا شك أن الأمر مقزز ولا شك أن لا شك في أن هذه الفتوى فتوى غير شرعية يعني مخالفة لأحكام الإسلام لأن الشيء الذي يطهر مثل هذا الدم عن الثياب لا يكون إلا الماء الماء القراح أو الماء المطلق اللعاب أو الريق ليس ماء إنما هو مائع لزج من رطوبات الإنسان ولم يقل أحد قبل عائشة بأن الريق من المطهرات وإلا لو أردنا أن نجعل يعني رطوبات الإنسان مطهرات فهذا يفتح بابا واسعا يصبح الريق من المطهرات والدمع من المطهرات وأجلكم الله رطوبات المرأة من المطهرات وما إلى ذلك من المطهرات وما إلى ذلك من المطهرات هذا لا يقول به إلا ذاك الذي يخضع لعائشة ثم لا يخفى أن دم الحيضي بالذات هو دم غليظ مضاعف النجاسة للعلم كمسألة شرعية مثلا نحن نعلم أنه في الصلاة يعفى عن الدم اليسير الذي يكون بمقدار الدرهم البغلي إذا كان من الدماء العادية يعني دم الإنسان العادي مثلا أما إذا كان هذا الدم حتى لو كان من بمقدار الدرهم البغلي يعني كان بمقدار قليل اللي هو تقريبا هذا المقدار مقدار عقدة الإبهام فحتى لو كان بهذا القدر أو دونه أقل من هذا ولكن من دم الحيض فلا يعفى عنه في الصلاة على المشهور لا يعفى عنه في الصلاة لماذا؟ لأن دم الحيض مضاعف نجاسة دم غليظ نجس مضاعف دم الحيض فالآن تصور الأمر أنه امرأة لديها ثوب وهذا الثوب فيه أجلكم الله نجاسة دم الحيض فتأتي فتأتي هذه المرأة بدلا من أن تغسله وتذهب هذا الدم حتى يطهر هذا الثوب إذا بها تأخذ ريقها وبهذه القذارة تجعل الريق على الدم وتفرك أو تحت هذا الدم هذا في الواقع يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتشار النجاسة لا إلى تطهير الثوب لأن رطوبة مسرية قد لامست النجاسة بالأصل و وسعتها أو نشرتها في هذا الثوب أمر طبيعي الآن أنت هم لاحظ جيب لك دم نقطة دم حتى نقطة دم عادية على ثوب مثلا أبيض حتى يبين نقطة دم بعدين خلي عليها ريق وشوية فرك هالشكل شنو اللي يصير شنو اللي يصير ينتشر أكثر النجاسة تزداد في الواقع النجاسة تزداد و كم طن تحتاج من الريق حتى تذهب كل أثر الدماء يعني يحتاج الكثير لأنه دم الحيط دم غليظ عادة قوامه غليظ هذه فتوى لم يسبق لأحد أن أفتى بها سوى عائش وشكلت بطبيعة الحال مخالفة شرعية و ناهيك عن هذا فإنها فإنها شكلت يعني قذارة يعني على الأقل على أقل تقدير هذا أمر قذر بس شنو تسوي يعني المرأة النجسة بطبيعتها تتأقلم مع النجاسات يعني المرأة الخبيثة روحا التي هي ذات روح خبيثة بطبيعة الحال الخبائث الأخرى النجاسات الأخرى فإنها تتأقلم معها وتتعاطى معها بشكل طبيعي وتتعايش معها ميهمة يعني وأنا مجرد ما أتخيل هكذا يعني حقيقة ساعد الله قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا كانت تصنع مثل هذا في زمانه صلى الله عليه وآله فحقيقة لا يلام لا يلام على إشمئزازه منها الذي يلاحظ من الروايات ولا يلام على ما استظهرناه من الروايات أيضا ومن بعض الأدلة استظهارا وأكد وأقول استظهارا وليس على نحو القطع والجزم واليقين أنه ما كان يعني يدخل بها ما كان يباشرها والسبب هو هذا أنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله طاهر مطهر لا يعرض نفسه إلى النجاسات هس هذه المرأة تخيل هم هي نجسة هم ثيابها نجسة هي هم لما تضع إصبعها في فمها ومن الفم يروح على أجلكم الله دم الحيض وبعدين الله العالم تلمس شنو أيضا في من ثياب من فرش من كذا تنجس يعني كتلة من النجاسة المكان اللي تكون به عائشة كله نجاسة في نجاسة يصير طبيعة الحال هكذا لأنه كما قلت الشخص غير المتدين غير المؤمن ما يتحفظ من النجاسات عنده عادي يروح أي مكان وكذا ما يهتم ما يتحرز أنا في السجن كانت عندي مشكلة المشاكل في هذا الجانب حقيقة مشكلة المشاكل لأنه كان أيضا بعض النصارى يعني في السجن وهذول هم كانوا يغسلون ثيابهم وإنت تضطر هم تغسل في نفس المكان ومليون مصيبة ومليون مشكلة وكان بعض السجناء الآخرين كانوا يضحكون علي يعني ليش أنه هل قد هو يعني متحفظ يعني أتحفظ لأنه هؤلاء بالنتيجة يعني نجسون و ثيابهم هم التي يغسلونها أم ثياب نجس أصلا هاي الملامس بحذاتها يعني مشكلة كانت وعلى ايتيحال مصائب كثيرة كانت فعائشة ما كان عندها هذا الشيء يعني طبيعة الحال كأي امرأة نجس أو شخص نجس يعني غير متدين ما يتحفظ من النجاسات إحنا في من جانبنا لما نشوف شخص كهذا يعني هو نتعب في التعامل معه ما نتحمل يعني نقول هذا بعد ما مو طاهر ما ما يهتم بالطهارة فكل مشكلة يعني فتخيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شلون كان يعاني من هذه المرة حقيقة تخيل ذلك هو أنا مجرد ما أفكر في هذا واقعا يعني أقول ساعد الله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو السيد أهل بيت الطهارة بعد ابتلاء من الله عز وجل أنه الله يبتليه بامرأة من هذا النوع من هذا الصنف على يتحال هذا الحديث وهذه الفتوى هذا حديث صحيح ورد في البخاري ومثل مشكلة في الفقه البكري فحاولوا بطريقة ما أن يعتذر عن عائشة بنوع من أنواع الاعتذار ماذا قالوا قالوا أولا أنه هذا الدم شيء من دم تقوله الرواية فإذا أصابه شيء من دم يقولون إذن كان مقدار يسير والمقدار اليسير يعفى عنه في الصلاة أسدى عنك الفتوى من جانبنا أنه حتى إذا كان يسيرا بأقل من مقدار الدرهم البغلي وكان حتى من دم الحيط فإنه لا يعفى لنسلم أنه يعفى نقول إنه إذا كان الأمر هكذا فلا حاجة لوضع الريق عليه لأنه على العكس من ذلك وضع الريق يسبب انتشار النجاسة لا محاصرتها هذا اعتذار إذن ساقط اعتذار آخر قالوا بعضهم قال يعني كابن حجر مثلا يقول الذي تقصده عائشة من حديثها هذا هو أنه كانت أولا تقصع دم الحيط من الثياب بريقها تحته زين ولكن بعد ذلك تغسله يعني في البداية تذهب عين هذه النجاسة باستعمال بهذا العلاج يعني باستعمال الريق تذهبه ثم بعد ذلك تغسله يعني عائشة أجل من أن لا تفهم أنه لا يطهر الدم إلا الماء لا يطهر الثوب من الدم إلا الماء هي أجل شئنا من ذلك فإذن ما كانت تقصد من كلامها هذا إلا أنه في البداية كنا يضعنا عليه الريق كانت تضع عليه الريق وتحته أو تقصعه وثم بظفرها هكذا إلى أن يذهب بعدين تصب عليه شوية ماء حتى يطهر هكذا ويقول ويقول ابن حجر لدي دليل على ذلك وهو دليل حديث أختها أختها أسماء بنت أبي بكر لها حديث يدل على ذلك وأخرجه البخاري أيضا الحديث عن أسماء تفضل هناك الحديث في البخاري أخرجه برقم مئتين واثنين وعشرين عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وآله فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف فتصنع ماذا تصنع المرأة التي قد حاضت في ثوبها قال حسب زعمهم تحته ثم تقرضه بالماء أو ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه يقول ابن حجر لاحظوا الحديث في البداية تحته هو هذا الذي كانت تصنع عائشة تقصعه تفرك يعني بظفرها ولكن بعد ذلك ماذا ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه فإذن لا بد من اتباع الفرق هذا بالماء فيقول المراد من كلام عائشة هكذا لما تقول ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها يقولون المراد هو هذا أنه في البداية تأخذ الريق تضعه تذهبه ثم بعد ذلك تصبه أو تنضحه بالماء فيضغر هذا هذا الكلام أو هذا الاعتذار أيضا واه وسخيف لماذا لأنه أولا دع عنك أن المرأة يعني إذا كانت تريد أولا إذهاب عين النجاسة ثم بعد ذلك التطهير بالماء فيكفيها أن تذهبه منذ البداية بالماء لماذا تستعمل الريق يعني شنو الداعي أنه تستعمل الريق والماء أكثر إذهابا لأنه الريق رطوبة سائلة لزجة من فم الإنسان وهذا بحد ذاته قذر وأصلا يسبب انتشار جراثيم هذا اليد اللي توضع على الريق يعني من البداية يتأخذ ريقا الإصبع هذا ثم تضعه على هاي النجاسة بعدين هذا وين تروح تغسل إيدها وين أكو ديتول ذاك الوقت وما أكو ديتول ذاك الوقت ولا أكو مثلا مطحرات أقصد يعني هاي معقمات وما أشبه فيعني ليش هاي العمل يخو من البداية بالماء ثم حديث أسماء هذا أسماء بنت أبي بكر حديثه حديثها لم يذكر الريق لا من قريب ولا من بعيد يعني ما ذكر مسألة أنه تأخذ الريق أولا أو قالت بريقها ثم تضعه حسب زعمهم أمن أن النبي صلى الله عليه وآله قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه هكذا يعني مجرد تحك حتى تذهب مثلا الدم الجاف ثم بعد ذلك تنضحه بالماء فتصب الماء عليه أو تغمسه في الماء ويطهر حديث عائشة يختلف حديث عائشة يقول نضع ريقا عليه فيطهر يختلف عن ذاك مو أنه الدم جاف تروح تودي حتى لو افترضنا الدم جاف فلما تضع عليه هذا الريق فإنه يعود ماذا يعود سائلا تصيبه هذه الرطوبة فماذا يعود سائلا لا أنه يجف بهذه الطريق ثم أساسا هي أسماء أخت عائشة وشبيه الشيء منجذب إليه يعني حتى لو افترضنا أن دلالة الحديث على ما استدل ابن حجر هي دلالة صحيحة ولكنها ليست كذلك تنزلا نقول الدلالة صحيحة فهي أسماء ومطعون فيها باعتبار أنها تريد تصحيح فتوى أختها وكلتاهما امرأتان نجيستان منافقتان نقول مع قطع النظر أو مع غض الطرف عن كل هذا فإن هذا الاعتذار الذي جاء به ابن حجر مردود من واقع حديث آخر لعائشة يثبت ذلك الحديث الآخر أن عائشة ما قصدت من الحديث الأول أنها كانت تضع ريقها على الدم دم الحيض ثم تقرصه أي تحكه بظفرها أو بظفرها ثم بعد ذلك تغمسه بالماء أو تصيبه بالماء حتى يطهر أبدا كانت تقصد هو المعنى الذي نحن ذكرناه أن هذا يكفي عن التطهير بالماء لا حاجة لاستعمال الماء في تطهير الثوب من دم الحيض لماذا؟ لأن في الحديث الآخر تصرح عائشة بما يلي وهو الذي رواه أبو داود في سننه برقم ثلاثمائة وسبعة وخمسين عن عائشة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا ما أغسل حتى مرة واحدة اتحيض وهذا الحيض يصيب دمه النجاسة هذه تصيب الثياب يصيب ثوبها وتقول ثلاث مرات أنا حظت وطهرت ثم حظت وطهرت والدماء باقي على الثياب لم أغسل الثوب لم أغسل يعني شنو ما استعملت الماء إذن كيف كانت تطهر إما تتركه وإما كانت تفركه بالريق كما ذكرت في حديثها الأول شوف الوساخة بس والقذارة يعني فإذن اعتذار عائشة ليس أو اعتذار ابن حجر عن عائشة ليس مقبولا لأنه حاول تأويل ذلك الحديث بأن عائشة أجل شأن من أن لا تعرف هذا الحكم أنه لا يطهر الدم إلا الماء لا يطهر الثوب من دم الحيض وما أشبه إلا الماء هي أجل شأن من ذلك وكانت تقصد من حديثها الفرق بالريق أو ما أشبه ثم بعد ذلك اتطهر نتيجة اتطهر تستعمل الماء إنه ما يصير هذا الثوب لا يكون طاهرا لا تجوز الصلاة فيه ثوب نجس فهذا الاعتذار من ابن حجر ليس بمقبول لماذا؟ لأن عائشة نفسها صرحت عائشة نفسها صرحت أنها ثلاثة حيض حاضت لم تغسل لها ثوبا فإذا هذا الاعتذار واهن وليس بمقبول في هذا المقام اعتذار آخر اعتذروه أو اعتذروا به وحاولوا تجميل صورة عائشة قالوا هذه الفتوى من عائشة هي رخصة سلام عليكم ورحمة الله هي رخصة لماذا؟ لأنه هي صرحت أنه لم يكن لها إلا ثوب واحد لم يكن لها إلا ثوب واحد ولما لا يكون للمرأة إلا ثوب واحد وتحيض فيه فإنه يسعها للخلاص من نجاسة دم الحيض أن تفعل الذي أفتت به عائشة وهو الفرك بالريق الجواب هذا الاعتذار أيضا ساقط ولا محل له من الاعتبار لماذا؟ لأن حكم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على التي ليس لها إلا ثوب واحد ويصيبه شيء من دم الحيض هو أنه لابد من الغسل باستعمال الماء هذا حكم النبي صلى الله عليه وآله وهذا كذلك ثابت في ما رواه عنه أهل الخلاف أنفسه على سبيل المثال روى أبو داود في سننه برقم ثلاثمائة وعشرة وأحمد بن حنبل في مسنده برقم ثمانمائة وسبع عفوا ثمانية آلاف وسبعمائة واربعين عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أو خولة بنت يسار أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد دقق في الرواية دقق تأمل إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع خولة بنت يسار تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله تقول لها نفس الحالة التي ادعتها عائشة أنا عندي ثوب واحد وأنا أحيض في هذا الثوب فماذا أصنع كي أطهر الثوب وأصلي فيه قال إذا طهرتي انتهى منك الحيض فاغسليه ثم صلي فيه حكم النبي شنو الغسل ما قال ثوب واحد يكفيه يكفيك رخصة ما أفتت به عائشة الفرق بالريق ما قال هاك فقالت خولة تقول فإن لم يخرج الدم وهذا أيضا ردا على ابن حجر الذي زعم أنه أرادت إذهاب الدم أولا ثم غسله بالماء وكأنه إذا غسلته بالماء لا يذهب الدم هسا خلي نفترض أنه تغسل تغسل أحيانا يصير هذا في الدماء أنه تغسل تغسل يبقى أثر بسيط اللي هو اللون اللون هذا ليس نجاسة حتى عندنا نحن في فقه أهل البيت عليهما السلام إذا غسلت الثوب من الدم وكان باقي ما هو معد عرفا أنه لون الدم هذا اللون هذا الأثر ليس بماذا ليس بنجاسة خلص الثوب يطهر هذا يكفي فهذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وآله فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره يعني هذا هو المراب أنه المهم عين الدم أو جرم الدم يذهب ثم اللون هذا عرض عندنا في الفقه هذا عرض فهذا لا يضور فالآن هذا حكم النبي صلى الله عليه وآله فلا يسع أحدا أن يعتذر عن عائشة يقول إنه حيث أنه لم يكن لها إلا ثوب واحد فكانت تضطر إلى أن تفعل هذا الشيء بالريق تحاول إذهاب دم الحيط حكم النبي أنه لابد من الغسل والماء كان متوفرا الماء في المدينة كان متوفرا آبار كانت موجودة مياه كانت موجودة ما حكي أنه أهل المدينة عانوا من شحن في المياه ما حكي ذلك فلماذا لم تطهر فلماذا لم تطهر الثياب هب أنه لم تحصل على ماء وما كان عندها وسيلة لكي تطهر الثياب فالحكم لا ينتقل أبدا إلى جواز التطهير بالريق الريق ليس من المطهرات الحكم يصير هو هذا أنها تصلي في الثوب هذا الطرارا على ما هو عليه أي إنسان الآن إذا عنده ثوب واحد وثوب نجس ولا يمكنه تطهيره ما عنده أي وسيلة من وسائل التطهير نفرض هو في الصحراء مثلا ما يقدر يطهر الثوب الثوب خلو ما يتيمم هو يقدر يتيمم بس الثوب شنو ما يتيمم الثوب ما تقدر تطهره ما عندك ما حكمك شنو تصلي بهذا الثوب مو تروح تاخذ ريقك تخلي على الدم تنشر النجاسة أكثر بها القذارة وعائشة ما كانت في صحراء كانت في المدينة والماء كان متوفرا خلو من البداية ليش ما استعملت الدم هذه هي الحالة الشيطانية هذا هو الباعث الشيطاني الذي يجعل الشيء شبيها لماذا؟ لمثله هي إمرأة نجسة فتنجذب لي النجاسة فتريد أن تستخرج فتاوى أو تبتدع فتاوى بما يسمح باستبقاء النجاسات والتعايش معها والتأقلم معها لاحظوا أيها الإخوة كما قلنا في البداية أنه معاداتنا لعائشة هو بسبب هذا المآسي أو المشاكل التي خلفتها نحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل حتى نكنس كل شلون أعبر يعني النجاسات التي خلفتها عائشة التي خلفتها في العقيدة التي خلفتها في الأحكام التي خلفتها في التراث في الثقافة العامة المشكلة هي هذه أنه لما جاءت هذه المذاهب التي تأسست على الديانة البكرية اضطرت أو اضطر أرباب هذه المذاهب إلى أن يستصوبوا فعل عائشة ويأخذوا بفتاواها فتأسس فقه كامل على نجاسات عائشة فقه كامل الآن مثلا الحنفية يعني أتباع بحنيفة يعملون بفتوى عائشة ووسعوها ووسعوها إلى أن كل مائع مطهر لأنه الريق ليس ماء وإنما هو مائع فقالوا كل مائع مطهر خلص فلذلك قالوا يجوز التطهير حتى بالنبيذ بماء الورد بالعصير عصير برتقال اطهر بي ماكو مشكل مائع لأنه عائشة قالت الريق هذا مطهر هذا كنت أنا أطهر به ثيابي من الحيض موشكل فشنو الفرق بين الريق وبين العصير شنو الفرق بين وبين الخل مثلا شنو الفرق أي شيء مائع أي شيء سائل تطهر خلص فصارت مشكلة مشكلة عويصة الله العالم 1400 سنة إلى الآن كم شخصا تطهر بالمائعات وظن نفسه متطهران وقام صلى وصام وأدى العبادات المشروطة بالطهارة وكل كان باطل في باطل لأنه كان على نجاس الحنفية أخذوا بفتوى عائشة هذه أخذوا بحديث عائشة هذا واستدلوا به على مطلوبهم مثلا اقرأوا في الدر المختار للحصفكي يقول يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها إلى أن يقول بماء ولو مستعملا لأنه عندهم أيضا أنه الماء حتى يكون مستعملا أيضا إلى أن يقول وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة ينعصر بالعصر ينعصر بالعصر كالخل كخل وماء ورد حتى الريق حتى الريق شنو؟ يطهر شلون يطهر؟ يقول بعد سهلة فتطهر اصبع اصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا خلص إذا ثدي كان نجسا أو اصبع إلحس هالشكل ثلاث مرات بالريق ثلاث مرات فشنو يصير؟ يطهر فشوف المأساة شوف مأساة عائشة شنو سوت؟ فقه كامل تأسس على فتوى عائش لهذا السبب على المخالف أن يستوعب لماذا نحن نزداد نشاطا وحركة في محاولتنا لإسقاط هذه المرأة عن الاعتبار لأن في إسقاطها إسقاطا لهذا الفقه المنحرف إسقاطا لهذه الفتاوى إسقاطا لهذه التلاعبات في الأحكام إسقاطا لهذه التلاعبات في العقيدة كما قلت المسألة هي مسألة يعني مسألة مبدئية وليست مسألة خاضعة للهوى لا سمح الله أو خاضعة لعداء شخصي ما عندنا أي عداء شخص ما عائش لو افترضنا عائشة كانت امرأة مؤمنة متقية لا تتلاعب بأحكام الله عز وجل لم ينزل قرآن في ذنبها كانت مثلا كخديجة الكبرى صلوات الله عليها أو كأم سلمة عليها السلام أو كمارية القبطية عليها السلام مثلا أو كانت كأم أيمن رضوان الله تعالى عليه أو أي من نساء المهاجرين والأنصار الصالحات لما تعرضنا لها بكلمة سوء واحدة بل على العكس لكنا شرفناها وجللناها وعظمناها وإن كانت بنت أبي بكر يعني لو عندنا مشكلة مع أبوها بس إذا هي بنت صالحة نحترمها مثل ما أخوها يعني محمد بن ابن أبي بكر لكن نحترمها لأنه ما عندنا مشكلة شخصية مع أحد قضيتنا مبدئية ها نحن نضرب الأمثلة هم إلى الآن يصرون في يعني الافتراع علينا المخدوعين بعائشة المفتونين بعائشة كما فوتنا بنو إسرائيل بالعجل شنو يقولون يقولون هذا عداء شخصي من قبلكم أنتو حاقدين على عائشة احنا مو حاقدين القضية قضية أنه نحن نهتم بالإسلام لا نريد لهذا الإسلام أن يتلوث بهذه النجاسات الآن أنتو نسائكم صدقونهم ولا واحد يقبل على نفسه إذا واحد الآن يشوف امرأته تروح تخلي إصباحها وتاخذ ريق تخلي على دم الحيض وكذا ثاني يوم يطلقها يقول الشلوة صاخة هذه شل قذارة وإذا قالت لهذه الست الست عيشة قالت يقول يا عيشة يا بطيخ تخليني أنا أتقزز هكذا أتقيأ من تصرفه تشوفي هذا بعث الفطرة يعني بعث الفطرة يستقدر هذا فاعلم أنه نجاسة خلص نجاسة بعض واضح هذا كمثال فقط من أمثلة شتى على التلاعبات التي قامت بها عائشة وها نحن بينا أن كل الاعتذارات التي اعتذر عن عائشة في هذا المورد هي اعتذارات ساقطة وليس لها محل من الاعتبار فافتحوا مجال الاتصالات إذا كان أحد عنده جواب على هذا الذي نحوله ومناقشة لا بس أو أحد من الإخوة الموجودين أيضا إذا أكو أي تساؤل أول شيء شيخنا اسمح لي أول شيء رحب بالإخوان المشاهدين نعم وياليت أن الاتصالات من البكرية تكون في هذا المحور الموضوع ونعطي دائما أفضلية أو للمتصلين على الإخوان الموجودين في عندنا نتفضل سيدنا لا تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وشيخنا بس كان عندي فسؤال حبت أسئلة مادام كان نحكي على النجاس على عائشة لعنة الله عليها عناها الله البكرية مثلا ممارسة الجنس والامرأة هي حائضة يصير عندهم يقبلون بهذا الشيء لو لا يعني نحن منق بالي الشيء نقول هذا الشيء ما ينقل بل هذا حرام البكرية هم يقولون حرام لو لا على ما ببالي أنهم اختلفوا في ذلك الأصل عندهم هو الحرم لا شك ولكن يبدو بعضهم قد جوزه وبعض الحنفية جوزت على ما ببالي هكذا شكرا سيد حيدر خلت سوالك بعد الاتصال أحسنت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل من معي تفضل معك أبو ياسر من الجزائر أبو ياسر من الجزائر تفضل أخي بياسر أنت على هوا ومعشرة تفضل والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين الأطهرين اللهم صلي على محمد وعالي محمد وعجل فرجهم ولا نداهم إن شاء الله وقال عن أعداءهم إلى يوم الثالي سيد الشيخ أنا سوف أتكلم بلغة علمية تفضل من المؤمنين أو المخالفين فلم أسمع من مثل ما سنعت اليوم من نجافة وقول الزوق على سيد المصد سلام الله عليك أولا فيما يخص الماء لماذا ماء طهور هناك في السوائل أو في الثالث ما يسمى بكمون الهيدروجين الماء كمون الهيدروجين فيه هو سبح الدم حمضي يعني أقل من سبح الأشياء القلوية أكثر من سبح فإن الريق يتكون من البكربونات وفي نسبة من البولة والبولة هي عنصر مجيس يعني الإنسان إذا كان يصلي وإذا يمس له شيء من البول فعليه أن يطهد ثوبة فنفرض نفرض أن يعني نناقش الأشياء يعني العطبي تهمون هذا نفرض أن الإنسان يتناول يعني طعامه يتكون من اللحم أو عندها فصر كلاوي يعني نسبة الدم عنده تكون يعني نسبة الأحماض الأمنية الدم تكون مرتفعة فعندما تصل إلى الكلا يتفرع منه حمض الكربوكتيري والأمونيوم الآن عاش أربعة زائد الذي يفرض في المتانة فإذا كان الإنسان عنده قصر كلاوي معناه أن البولة تفرض بكمية عالية في الغياء والبولة هي ناجسة فإذا كان هذا يعني تقول لأي إنسان فلا يمكن أن يتحرد دم الحياة الذي هو ناجس بشيء ناجس وقد صدقت عندما قلت يا سيد الشيخ أنه يزيد النجاسة كون أن الغيق كمونو الهيدروجيني أكثر من سبعة هو قلوي إذا وضع على حمضي فيزيد من انتشاره فلا يمكن تطهير أي شيء إلا بالماء إن الماء كمون الهيدروجيني متعدل يعني سبعة يطهر بالأشياء الحمضية والأشياء القلوية نفرض أن إنسان أصابه شيء من البول يطهر بالماء لا يطهر بالحمض إنسان أصابه دم حمضي كمون الهيدروجيني حمضي يطهر بالماء لأن القلوي على الحمضي يعطيه كخل زيد ما يعني انتشار أكثر للرائحة الكرهة والمجاسة لأن الخل يمكن أن يتطاير الخل يمكن أن يتطاير يعني غاض متطاير يعني يمكن أن يتصرب منه رائحة كريحة هذا وشكرا أحسنت أبو ياسر وشكور على هذه المداخلة العلمية مداخلة جدا قيمة نعم أحسنت نحن نطلب المخالفين أن يردون تأويلات هذه تأويل نقول سمحت الشيخ ما ذكره حتى الأخو ياسر علميا أثبت لنا أن عائشة مبطلة في ادعاءها بأن الريغ يطهر وين ما تروح عائشة علميا عرفيا ذوغيا خطأ لا شك أبو حيدة تفضل سؤالك السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله شكرا الله ما السبب حاوث عائشة في ضعية الحيض والدم والنجاسة هناك عندما تركيز من هذه المواضيع بالذات الحيض والإستحاضة والنجاسة والطحارة والغسل الجنابة هل أكون في الدافع نفسي أو تخصص مثلا عندها جانب الموضوع لا أعرف بس الملاحظة كثيرا عليها يختلف عن بقية النزام مثلا أو السيرة مثلا أمهات المؤمنين أو أخريات أو كده صحيح هو الحقيقة هو هذا كما سبق وأشرنا ذات مرة أن المرأة هذه حيث أنها ذات طبيعة نجسة روحية فإنها كانت تتأقلم شيئا فشيئا مع النجاسات كان هذا يلاحظ عليها من قبل بقية النزام وكانت تسأل ليش مثلا أنت هكذا ما تتظهرين ليش أنت كذا فتخترع أحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أو تفتي بفتاوة معينة حتى تجوز المضي على مثل هذه الحالة وتبيح للناس البقاء على النجاسات هذا جانب جانب آخر كانت المرأة تعاني من عقدة نقص لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله طاهر مضخر وكان يشمئز من تصرفاتها فما كان يأتيها لذلك اخترعت كذلك كثيرا من الأحاديث التي كانت أشبه بقصص خيالية عن علاقتها الجسدية مع النبي صلى الله عليه وآله وصورت النبي بصورة ذلك الشيخ المراهق إنجاز التعبير كأنه رجوع الشيخ إلى صباه والعياذ بالله ما كان يعني يستطيع أن يفارقها لحظة واحدة حتى وهي في حال الحيد قلت له إني حائد قال وإن اكشفي عن فخذيكي فجاء ووضع أجل لكم الله ما أحب بعد أكمل يعني الأمر لأنه فيه إساءة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله والمصيبة أنه في البخاري فهذا حتى شوف طبيعة المرأة يعني تريد أنها تصور نفسها خصوصا أمام الآخرين أنها يعني كانت فاتنة وجميلة والنبي مفتون بها حتى تغطي عقدة النقص هذه أو تشبع حاجتها النفسية إنجاز التعبير لأن تصور نفسها بصورة المرأة ذات الأنوثة الطاغية يعني فكانت تبتدع مثل هذه الأحاديث وتتحدث كثيرا في مثل هذا الجانب هذا الشيء الشيء الثالث الآن شو شيئين مرأة معنا الشيء الثالث عائشة كانت بصريح العبارة تريد أن تلفت أنظار الرجال والحديث في مثل هذه الأمور كان يلفت أنظار الرجال إلى درجة وهذا ذكرنا أمثلة كثيرة منه في كتاب الفاحشة إذا راجعتم أنها كيف تتعمد أن تتحدث في مثل هذه الأحاديث على طريقة الفتوى على طريقة ما أدري العلاقة بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله على طريقة يعني مبرر ما حتى تجعل بقية الرجال يعني يلتفتون وتبدأ يعني شهواتهم بالتحرك استثارة جنسية كانت أصلا وهذا كان يفتح الطريق أمام أن الرجال يأتون لكي يطرقوا بابها وهذا كان يتطور إلى أمور وأمور تصل إلى حد أنه البعض يبات عندها في الليل ويجري ما يجري فهذه كلها عوامل دخلت في مثل هذا الجانب وسبحان الله تجد هذا يعني كثيرا في شخصية الإنسان غير السوي أو الإنسان غير السوية أنه يحاول دائما أن يليج في مثل هذه القضايا الحساسة أو الحديث في مثل هذه الأمور حتى يعني يشبع غرائزه من جهة أو يستجلب مصالحه من جهة أخرى أو يغطي شيئا من العقد الذي المتراكمة عنده فعائشة كانت على هذه الصفة أحسنت أحسنت سمحت الشيخ ونأخذ اتصالات الأخوة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم من معي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم الله يخليك بحق الزهراء بس أريد أسلم على الشيخ البطل منه معي؟ منه معي؟ من هولندا كمال الشاوي حياك الله حياكم الله أهلا وسهلا بس اخفض على التلفاز أخوي وخلك معي على الهاتف لو سمحت تفضل قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك شيخنا يا بطل علي وياك علي أنا جمال التكريتي أصلي سني 2007 الله هداني الهداية الولاية للإمام علي عليه السلام الحمد لله هنيئا لكم وثبتك الله على الإيمان وأقر عينك برؤية محمد وآله عليهم السلام في الجنة اللهم صلى على محمد وآله محمد سؤال شيخنا الله يخليك طبعا أنت شيوعي تسبب لقطيع ويهواية ناس من ضمنهم قرائب وأهل سؤال دائما واحد من قرائب يسألني يقول لي عثمان ذا النورين آني هاي والله ما أفاهمه بصراحة نعم إن شاء الله أخوي جمال خلك معانا إن شاء الله يعني تابعنا وإن شاء الله سماحت الشيخ يجاوب على هذا السؤال ألف رحمة على والديكم الله يخليكم ويخلي الشيخ البطل إن أولا للبيت أحسنت صلى الله عليه جزاكم الله خيرا بارك الله أياك الله أخوي جمال مع السلام ألف شكر ألف شكر أعياكم الله أخوي جمال الله يعين أهم تكريتي وصاير شيعي لا في تكريت كثير من الأخوة الشيعة والمتشيعين كذلك الحمد لله نعم متشيعين ولكن لا لا حتى الشيعة بالأصل الموجودين في تكريت إن شاء الله السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام قناة سيدك نعم من هو معي ممكن أنا أم أحمد داخابر من السويد ممكن أكلم الشيخ من نعم تفضلي أنت على هواء مباشرة شكرا تفضلي أختي أم أحمد أنت على هواء مباشرة تفضلي ألو بالي نعم مرحبا أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم أنا أم أحمد السويد أهلا وسهلا بلي أنا أسمعكم تفضلوا أهلا وسهلا بكم طبعا أحب أشكرك على هذه المحاضرات القيمة الله بارك بكم وإحنا دا نستفاد كل الشوائع مع المحاضرات الله عزيز أنا طبيعتي أحب أقرأ كتب بعد فد سؤال يعني الكتاب الأخير اللي قرأتها هي سيرة الأمنة الاثنين عشر ما أعرف ممكن عندك الطلاع أكيد فيه بلي نعم لسيد هاشف معروف الحسني بلي نعم اي فمواحد يعني يستمع لمحاضراتك مثلا من يقرأ هذا الكتاب أقفد شوي يصير إشكال فأحب أنا يعني أسأل هذا السؤال بلي تفضلوا من ضمن الصفحات اللي أنا قريتها وصلت يعني تقريبا صفحة 178 من الجزء الثاني من هذا الكتاب يذكر عن أبناء الإمام علي بن حسين اللي هو زيد بن علي بايدنا اللي قام في وحدة من الثورات فعلى أساس يعني يذكر في الكتاب أنه دست له من يسأل عن رأيه في عمر وأبو بكر طبعا هذا الجزء من يوسف بن عمر فقال زيد رحمه الله رحمه الله ما سمعت أحدا من آبائي يتبرأ منهما فتفرق عنه عدد كبير من أصحابه ولهذا المناسب لحقه واسم الرافضة لأنهم رفضوا بالقتال مع زيد بن علي فهل معنى هذا أنه إحنا الرافضة يعني هي نفس هذه يعني نفس الاسم وطلق علينا من هذا الوقت يعني ليش السيد زيد أجاب بهذا السؤال اللي هو يتناقض طبعا مع الكلام اللي حضرتك الدكرة بالإضافة لهذا أنه أنا أحب شوي أعلق على الكلام اللي قلت عنه عائشة طبعا يعني واحد يتفاجئ من اللي يسمع هذا الكلام اللي يعني أبدا ما يتقبل العقل لأنه هاي أول مرة نسمع هيش وحاديث عنها يعني أشياء مقززة بصراحة يعني ما واحد يتصور أنه شون النبي محمد كان مزوج هيش شخص صلى الله عليه وآله يعني شون الأسباب يعني يمكن هاي شوية هم واحد يتصير الشكوك أنه يعني شون النبي صلى الله عليه وسلم يظل مستمر وهيش شخص يعني هيش إنسان إذا كانت هي بهذه الوفاقة مع يعني اعترام اللي حضرتك يعني أنه واحد يتكبر هاي الكلمات فيعني واحد بصراحة تدير الاستغراب وأنا يعني هم بصراحة يعني يعني هو يعني يعد يشوفوك أنه من البداية يعني ليش يتصور يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مع تقديرنا لشخص الكريم إنه كيف من البداية يعني يعني يتزوج هيش إنسانا يعني يعني ما أعرف إن شاء الله راح نجاوب يمكن إنه أنا شكك بها شغلة يعني ما أدري أريد من حضرتك شوي تنورني هم شكرا جزي حياتي الله حياتي أنه قد تزوج كلا من رقيا وأن كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وآله ولكن هذا الإطلاق من قبلهم عليه خاطئ لماذا؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله لقبه بذلك وهذا اللقب أساسا ممنوح لأمير المؤمنين علي صلى الله عليه فهو ذو النورين لاعتبار أنه أبو النورين الحسن والحسين صلى الله عليه وآله ولذلك نقول إن هذا ليس أمرا ثابتا يعني منح هذا اللقب لعثمان ليس أمرا ثابتا له من قبل النبي صلى الله عليه وآله أما مجرد زواجه ببنت النبي صلى الله عليه وآله فذلك لا يعد مزية له ولا شرفا إن لم يكن مقرونا بأمرين اثنين الأمر الأول هو الإيمان الأمر الثاني هو أداء حق هذه السيدة الجليلة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وعثمان لعنه الله ما كان ملتزما لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني لم يكن مؤمنا كان منافقا والدليل بل الأدلة على نفاقه كثيرة مستفيدة لا مجال الآن لحصرها أو لذكرها والأمر الثاني بدلا من أن يؤدي حق السيدتين الجليلتين عليهم السلام فإنه قد قتلهما وآذاهما ونزل فيه قرآن وجاءت أحاديث بذنمه بسبب ذلك لماذا زوجه النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا أكثر من مرة أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام بيّنوا الحقيقة قالوا ما مضمونه إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جائل ابنته رقية وقال لها ما مضمونه كذلك أن الله عز وجل يريد ابتلاءك إن قبلت أن يبتليك بمثل ما ابتلى آسيا بنت مزاحم عليها السلام التي زوجها من فرعون عليه اللعنة فصبرت وآذاها فرعون إلى أن قتلها ولكن بنى الله لها بيتا في الجنة وصارت من سيدات نساء العالمين الأربع فإذا أردت أنت أن تحصل على مثل هذا المقام في الجنة فاقبلي ببلاء الله عز وجل أتقبلين أم لا؟ قالت أقبل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك زوجها من عثمان الطاغية ونزل في ذلك آيات في سورة التحريم وضرب الله مثلا امرأة فرعون ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله فالقضية جرت على هذا النحو والجاهل هو الذي يتصور أن مجرد تزويج النبي صلى الله عليه وآله ابنتيه من عثمان يعني ذلك أنه عثمان عليه أوكي يعني خلص ما دام زوج يعني عليه أوكي إذا كان الأمر على هذا يعني نقضا نحن نقول رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ابنته الكبرى زينب عليه السلام من أبي العاص بن الربيع وكان حين ذاك ماذا مشركا أصلا مشركا فهل يقال أن مجرد تزويج النبي ابنته الكبرى من أبي العاص بن الربيع دلالة فيه على أن أبي العاص مؤمن وجليل القدر لا يقول بهذا عاقل مثال آخر النبي العظيم لوط عليه السلام سعى وراء تزويج بناته ممن من رجال كفار شواذ جنسية إلى هالدرجة لما جاءوا إليه ماذا قال لهم قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم والنبي لوط لا يكذب أي أنه كانت جادا في عرض بناته على هؤلاء الرجال فلو افترضنا أن الرجال أولئك قد قبلوا لا شك أن التزويج كان قد تم لا محالة فهل يقول قائل إن لوط عليه السلام إذ عرض بناته وهن بنات نبي وحرمة الأنبياء واحدة فحرمة بناتهم كذلك عرض بناته على أولئك القوم هذا فيه دلالة على أن أولئك القوم يعني خلص صاروا مؤمنين وأتقياء يعني خلص ما يرتكبوا منكرات لا يقول بهذا عاقل الزيجات أيها الإخوة بذاتها بما هي هي لا تثبت ولا تنفي شيئا إلا إذا كانت مقرونة بماذا بالدليل المعتبر يعني مثلا لما زوج النبي صلى الله عليه وآله سيدة نساء العالمين عليه السلام من أمير المؤمنين صلواته الله عليه اقترن ذلك بدليل خاص على أنه هذا التزويج يثبت الشرف والكرامة وهو ماذا أن النبي قال كما هو مستفيض إن الله زوجها منك الله لأنه ليس لها كف إلا علي آدم فمن دونه أما في شأن عثمان فلم يصح في ذلك شيء كله من منحولات بني أمية من مخترعات بني أمية جاهل هذا الذي يتصور أنه مجرد التزويج يثبت مقاما دينيا لأحد سواء أن النبي صلى الله عليه وآله يتزوج من أحد أو يزوج أحدا يعني النبي أيضا تزوج نساء كنا غاية في الحقارة والخسن واحدة من تلك النساء أنا دائما أكرر المثال لأنه أدري أنه البعض يعني ما سامعين من قبل فمرة أخرى أكرر أنه إحدى نسائه شنو اسمها أحسنتم قتيلة بنت قيس الكندية امرأة سوء كانت والدليل على ذلك أنها بعد النبي ارتدت ما طلقها النبي ارتدت بعد النبي ارتدت وآمنت بمسيلمة الكذاب اجمع أكو على ذلك حتى المخالفين يقروا في ذلك تزوج النبي بنت أبي سفيان أم حبيبة تزوج النبي أسماء بنت النعمان التي قالت أعوذ بالله منك تزوج تلك المرأة التي كانت منافقة بعد صريحة صريحة إلى درجة أنه لما توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما قالت لو كان نبيا ما توفي ابنه أو ما مات ابنه يعني الشاكة في النبوة ليس شاكة أصلا جاحدة للنبوة فطلقها النبي أيضا بعد ذلك بعد هذه الكلمة لأنها أظهرت الكفر هذا كاشف عن أنها أساسا كانت منافقة غير مستقر الإيمان في قلبها ولكن حين تظهره المنافق إذا نطق بكلمة الكفر صريحة فإنه بعد تنفسخ العروة فلا يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وآله كل هؤلاء النساء حتى لا يطلقهن شرفهن بمثل هذا التشريف ومن هنا ندخل للجواب على السؤال الثاني للأخت التي اتصلت للأخير يعني السؤال الأخير نعم أنه نقول كما قلنا كرارا الله عز وجل ابتلى نبيه صلى الله عليه وآله بتزويجه من عائشة ابتلى حتى يستخبر صبر النبي صلى الله عليه وآله كما الله عز وجل ابتلى نبيين عظيمين على الأقل وهم نوح ولوط عليهما السلام بتزويجهما من تلك المرأتان اللتان كانتا كتلة من الكفر والخبث والنجاسة والقذارة والإيذاء للأنبياء إيذاء إيذاء حتى النبي هود هكذا النبي هود عليه السلام أيضا عانى من زوجتي كانت امرأة داخل في بيته عدو له حتى لما قومه قالوا له يا نبي الله لماذا لا تطلقها قال إن لكل نبي عدوة وهذه عدوة الله يأمرني أن أبقيها ما أطلق لازم أتحمل هكذا سنة الله مع أنبيائه هكذا ولذلك الله في القرآن يقول في عائشة وحفصة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فشنو فخانتا يعني بعد واضح هذا الذي يتساءل أنه ليش النبي تزوجها هذا ما فقه النبوة شنو علاقة الأنبياء مع الله إذا كانت عائشة على هذا السؤال هذا كلام المنافقين والمخالفين أنه أنتوا اللي هلقيت تحتون على عائشة ويقولون هذه موزين خلو ليش النبي تزوجها إذن كلامكم باطل عجيب ليش ما طلقها ليش أبقاها ما دام تصنع هذه الصناع خلو يلا ليش النبي نوح ما طلق امرأته ليش النبي لوط ما طلق امرأته ليش النبي هود ما طلق امرأته كلهم ما طلق ونساءهم وكنا على نفس الصفة التي كانت عليها عائشة وحفصة ومناشفة أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده الله عز وجل يقول أنت يا رسول الله تسير على سيرة الأنبياء السابقين وما كنت بدعا من الرسل هي سيرة الأنبياء واحدة الذي جرى لنبينا جرى لما قبله في الإجمال إلا في الخصوصيات في بعض الاستثنات بس المسار العام نفس الشيء الأنبياء أقوامهم آذوه النبيهم قوم آذوه زين الأنبياء خاضوا حروبا النبي خاض حروبا الأنبياء كانوا بعض من عشائرهم ضدهم النبيهم نفس الشيء صلى الله عليه وآله الأنبياء كان بعض نسائهم ضدهم من أعدائهم نبينا أيضا نفس الشيء ثم عندنا دليل واضح في أن الابتلاء هاهنا لا يقتصر على النبي يعني تزويج عائشة بالنبي صلى الله عليه وآله لا تقتصر الحكمة فيه على ابتلاء النبي صلى الله عليه وآله لا وإنما ابتلاء الأمة كذلك الله يريد الله يريد أن يبتلنا بعائشة وإلى اليوم هذا الاختبار الإلهي للأمة ماشي مستمر إلى اليوم الله ما زال يختبرني ويختبرك بعائشة من اللي يصير ضد عائشة فيكفر بعائشة ويطردها عن ساحة الاعتبار فلا يؤمن بما جاءت به من أحاديث ومن أباطيل فينزه دينه وعقيدته وشريعته وأحكامه من النجاسات التي جاءت بها من الذي يقوم بمثل هذه الخطوة هذا الشكل الله عز وجل يختبر الناس من الذي عند استعداد حقيقة يدوس على عاطفته لأنه المشكلة عند أهل الخلاف هي مشكلة العاطفة في هذا الجانب أبواق أهل الخلاف الأبواق المعادية شنو تنفخ في عائشة من باب العاطفة زوجة النبي حب النبي ما أدري حبيبة النبي حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات كانت ما أدري هالشكل تبكي كانت هالشكل تسوي كانت طفلة مسكينة زوجوها وهي عمرها سبع سنوات مسكينة سبع سنوات كان عمرها كانت بالمراجيح تلعب كانت بالمراجيح تلعب هذا الحوار الصريح بعد المراجيح ماكو هذا من بعد عائشة يجي فبالمراجيح تلعب وجابوها دخلوها على رجل شيخ كان عمرها خمسين سنة ما عاشت طفولة عاشت طفولة معذبة عاشت طفولة معذبة عائشة وهي بقد البغل كانت لما زوجوها ما كانت لا طفلة ولا شيء كلها أكاذيب زين فهكذا يصورون عائشة التي ما أدري شنو أنه خاضوا بالإفك بسبب يعني في حقها طعنوا في عرضها وهي غافلة الغافلات المحصنات مسكينة هذه فينفخون بها من جانب عاطفي فيعطلون دور العقل يخلي المخالف عقل ما يشتغل أنه يقرأ مثل هذه الأحاديث مثل هذا الذي يقرأ السيرة الحقيقية لعائشة عقله يقول له هذه المرأة بها غلط ما يصير تحترم في الإسلام ما يصير أنا أحترمها لا يمكن الله يعبدني بأن أحترم امرأة كهذه منافقة الأحاديث جاءت صحيحة حتى عند أهل الخلاف في إثبات نفاق عائشة النبي صلى الله عليه وآله يقول عن عائشة لأبيها أبي بكر يقول وما يدريك أمؤمنة هي أم لا إيمان عائشة أصلا مثابت هذا رواه الطبراني بسند صحيح عند أهل الخلاف فلما يقرأ الأحاديث لا شك عقل يقول له يقول له لازم تبرأ من عائشة هذه امرأة فيها خلل فيها مشكلة هاي قرآن أقلا قرآن نزل سألغي كل الأحاديث نزل قرآن سورة التحريم أنه عائشة وحفصة مدانتان طولبتان بماذا بالتوبة ولم ينزل قرآن بعد ذلك يثبت توبتهما بل ولا عندنا حديث يثبت توبتهما وأن الله قبل توبتهما فالواحد على الأقل يتمسك بالقرآن هذا كله يعطله يعطل دور العقل يخلي العاطفة تتحرك وهذه ترى المشكلة موجودة حتى عندنا في عالم التشييع إلى الآن نفس المشكلة سبحان الله نحن لما نواجه رموز النفاق داخل التشييع أو رموز الانحراف البتريين وأتباع العرفان الباطل ومن أشبه مهشكل نعرض دلائل فبماذا نجابه أنتوا لاحظوا نحن لغة العقل نستخدمها لغة الدليل لغة البرهان لغة إخضاع هذه الشخصية للقرآن لأحاديث أهل البيت عليهم السلام للأحكام الشرعية للمبادئ الدينية مهشكل الطرف المقابل يستخدم أي لغة يستخدم لغة العاطفة في الرد يعني إحنا ضد خامنائي نقدم الدلائل على أنه رجل منحرف العقيدة على أنه ظالم على أنه كذا الطرف الآخر لما يرد علينا كيف يرد؟ يفند هذه الدلائل؟ كلا وإنما يستخدم نفس اللغة البكرية لغة العاطفة شنو يقول؟ يقول مراجعنا خط أحمر مثل ماذا يقول الصحابتنا خط أحمر يقول ولي أمر المسلمين المقاوم البطل ضد أمريكا وضد إسرائيل خوة يا أبا مو مشكلة إحنا هم ضد أمريكا وضد إسرائيل ما يسمى يعني إسرائيل ولكن الدليل أين؟ لغة العقل أين هي؟ لغة العاطفة تأتي نجابه بلغة العاطفة هذا هو الاختبار أنت الآن بين اثنين بين أن تمشي وراء العقل أو تمشي وراء العاطفة إحنا في عائشة نختبر إلى اليوم وهذا الاختبار منصوص عليه في أحاديثنا وأحاديث أهل الخلاف على السواء على السواء لما قيل لعمار بن ياسر أنه كيف أنت تحارب عائشة في معركة الجمال قال أمكم ابتلاكم الله بها ليعلم أيهما تطيعون إياه أم هي؟ هذه هي علة تزويج عائشة برسول الله صلى الله عليه وآله الله يريد أن يعرف الله زوجها من النبي صلى الله عليه وآله لأنه يعلم أن هذه المرأة الخبيثة ستتمرت فيما بعد على وصيه الشرعي وستحدث معركة طاحنة بين الطرفين تخلف ثلاثين ألف قتيل خمسة وعشرين ألف قتيل أقل التقديرات عند المؤرخين خمسة عشر ألف قتيل أقل تقديرات هذه الدماء كلها راحت الله أراد أن يختبر الأمة ليعلم أيهما تطيعون الله أم هي؟ يعني الله تطيعه أم تطيع عائشة يعني عائشة في طرف الله لو في طرف الشيطان في طرف الشيطان وإلا ما يصر مقابل بين الطرفين الله أم هي؟ يقول عمار وتعلم ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام الذي نطق بمثل هذه الكلمة لما سئل كما في أحاديثنا راجعوا كتاب سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه فالاختبار الإلهي لكل هذه الأطراف للنبي صلى الله عليه وآله أنه كيف يصبر لعائشة الله أيضا يختبرها بأنه أنت أعطيت فرصة عظيمة بأن زوجتك خير الخلق حتى تستصلحين نفسك ما استصلحت فالحجة أقيمت عليك لله الحجة البالغة والاختبار الثالث والمهم والذي ما زال مستمرا إلى يومنا هذا اختبار الأمة الأمة محاسبة أمام الله تعالى سيحاسب الله عز وجل كل مسلم ومسلم يوم القيامة أنه هل برئت من عائشة أم والعياذ بالله وليت عائشة هل برئت من عائشة فتمسكت بالأئمة الشرعيين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وجعلت دينك متوافقا مع أحكامهم وفقههم وصاياهم أم لا أبقيت عائشة محترمة عندك فمضيت على منهاجها فعملت بفقهها إن سميناه فقها وفتواها الشيطانية ودخلت رجال على مرتك وقلت لها أنه رضعهم هذا الاختبار يوم القيامة يبين الذي في قلبه ذرة ولاء أو احترام أو محبة لعائشة سيدخل النار يوم القيامة كذلك مثل الذي في قلبه ذرة محبة أو احترام لأمثال يزيد مثلا أو جعدة بنت الأشعث أو مرجانة أم عبيد الله بن زياد أو مثلا هند متعتبة أو أي شخصية من شخصيات النفاق والضلالة والإجرام البكر عليه أن يعمل عقله مثل هذا الأخ الكريم الأخ التكريتي أعمل عقله فوالى أهل البيت عليهم السلام ونزه نفسه عن المنافقين والمنحرفين الذين لا ننكر أنهم كانوا محيطين برسول الله صلى الله عليه وآله ليش المخالف يقول أنه هؤلاء لأنهم كانوا زوجات النبي وأصحاب النبي إذن لازم نخليهم على راسنا من أين جيت بها مثل هذه القاعدة من أين جيت بها نحن نقر أنهم كانوا من أزواج النبي ومن أصحابه نقر ولكن نقول هل كلهم كانوا سواء لا كان فيهم الصالح وكان فيهم الطالح عينا مثل كل الأنبياء السابقين هو النبي صلى الله عليه وآله نفسه يقول في حديث البخاري لا يقرؤون كتبهم هو يقول ما مضمنها أنه ما من نبي إلا وله بطانتان بطانة خير وبطانة شر يعني نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بطانته البطانة يعني شنو الملاسقين به ما يقولون الآن اللهم أصلح بطانة الحاكم يعني شنو بطانة الحاكم يعني ذول جلساء وزراء المستشاريه الملاسقين به مو بعد البعداء بطانة النبي صلى الله عليه وآله يقول كما أنتم ترون يقول ما من نبي إلا وله بطانتان بطانة خير وبطانة شر بطانة أمره بالخير وبطانة أمره بالشر فإذا لابد أن نبحث نشوف هذه الدائرة المحيطة بالنبي صلى الله عليه وآله من أزواجه من أصحابه المقربين من منهم كان من بطانة الخير من منهم من بطانة الشر هذا الذي نحن نصنعه الشيعة إحنا توصلنا من خلال أدلتنا أن أبا بكر عمر عثمان عائشة حفصة ما أدري طلحة الزبير عبد الرحمن بن عاوف أبو عبيدة بن الجراح أبو هريرة المغير بن الشعبة أمثال هؤلاء من بطانة الشر هذا توصلنا له في المقابل في المقابل توصلنا إلى أن المقداد أبو ذر سلمان عمار جابر بن عبد الله الأنصاري حذيفة بن اليمان عثمان بن مضعون ما أدري خالد بن سعيد بن العاص الأموي الأموي حتى يفهمون المخالفين إنه القضية مو قضية شخصية نحن جد نكره بني أمية نحن نلعنهم نقول اللهم لعن بن أمية تقاطبة مو الشكل ولكن نحترم بعض بني أمية ونواليهم ونترحم عليهم ونثني عليهم ونترضى عنهم خالد بن سعيد بن العاص أبان بن سعيد بن العاص عمر بن سعيد بن العاص من أصحاب رسول الله من بني أمية على رأسنا على رأسنا شايف شلون؟ على رأسنا سعد الخير سعد بن عبد الملك تقريبا اسمه هكذا هذا رجل من بني أمية كان في عصر الإمام الباقر عليه السلام ونسميه سعد الخير لأن الإمام أطلق عليه هكذا سعد الخير من بني أمية ونترحم عليه بل نعتبره من الأجلاء وفي القمة لأن الإمام عليه السلام قال فيه أنت أموي مننا أهل البيت شوف أموي مننا أهل البيت ما عندنا مشكلة إحنا مع العشائر نعم كان الغالب على بني أمية العداء لأهل البيت عليه السلام مثل ما الغالب الآن على بعض مع الأسف بعض العشائر أو بعض المناطق في العالم أنهم معادون لأهل البيت لكن لا نكرههم كله نحن نكره فقط الشرير نكره المنافق نكره المؤذي لله ولرسوله صلى الله عليه وآله العدو لأهل البيت عليهم والسلام نكره الذي تلاعب في الإسلام الذي حرف الإسلام هذا هو موقفنا وهذا ما يفرضه علينا الشر المخالف يستخدم لغة العاطفة يقول شلون تريدني أنه أتبرأ من عثمان ورسول الله زوجه ابنتيه قل له إذن شلون تريدني أتبرأ من رجل أنت تبرأ من ورسول الله كفنه بقميصه بالله عليك الآن لو واحد مو يحصل قميص النبي يحصل خيط من قميص النبي شي يصير العالم كله تستقتل من أجل أن تحصل على هذا الخيط موشكل بركة آثار رسول الله صلى الله عليه وآله بركة النبوة هذا الإنسان أنت تخيل شوف شوف واحد الآن 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 ننطيك مثال واحد يموت يأتي رجل مرجع تقليد عظيم مثلا يمشي في جنازته ويروح يحضر غسلة وتكفينة غسلة وتكفينة إلى درجة يقول أنا كفنه بأثوابي أنا أثوابي أخذوه كفنه هذا الإنسان وبعدين يقوم هم يصلي عليه جاء ماهيرها ما تصلي الناس شي تقول عن هذا الإنسان يقول هنيئا له هذا المرجع الديني الأعلى مثلا هذا شلون جلل وعظم وشرف اللي كفنه بثيابه وهو أنزله في قبره وصلى عليه إلى هالدرجة رسول الله سوى هذا العمل في من؟ في واحد من زعماء النفاق كان عبد الله بن أبي بن أبي سلول أو ابن سلول لعنه الله رجل منافق كان منافق بإجماع الأمة منافق ومع ذلك رسول الله فعل صنع مثل هذا الصنيع له هل يصح إنسان شوفوا أيها الأخوة لغة العقل ليش تتخلى عن عقلك يا أيها المخالف لا تخلى هؤلاء المشايخ البهايم اللي موجودين كل واحد لحيته إلى هنا أنه هذا يضحك عليك يخليك تلغي عقلك لأنه هذا المنطق إذا مشيت عليه لازم تحترم عبد الله بن أبي بن سلول لازم تحترم لازم تحترم لأنه هذا الأمر يعني واضح عليه إجماع أنه الرسول صلى الله عليه وآله قال هكذا حتى إذا قلت نزلت آيات فيما بعد ذلك نقول لك الآيات مصريحة فلت أول مثل ما الآن يسون معانا نقول لك آيات مصريحة أولها تقول لك يا عمي القرآن نزل في عائشة وحفصة يقول لك أنا أول القرآن نزل في ذنمهما يأول القرآن نزل في بني أمية يأول القرآن نزل في أبي بكر وعمر في الذنب في الذنب يأول القرآن نزل في الوليد بن عقب الفاسق يأول باب التأويل هم مفتوح شنو هو بس عبد الله بن أبي بن سألوا الرأس أبو أقرع ما يصر واحد يأول آيات اللي نزلت في ذنب يعني بس هو البقية كلهم مسموح بقية المنافقين أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة جماعة شلة المنافقين هؤلاء كلهم لازم تؤول الأحاديث والآيات التي تذمهم حتى يطلعون لهم بأي طريقة منقبة وفضيلة لا أشبع الله بطنة هذا معاوية سووها منقبة يأولون يأولون بس عبد الله بن أبي هذا المسكين هذا ما إلى حق يعني هذا من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم هذا من المبايعين تحت الشجرة ولكم يا كفرة إشلون تتكلمون على واحد من الذين بايعوا تحت الشجرة ما هو يقول لك أنه وإنت ليش تحتي على أبي بكر وعمر هذولة بايعوا تحت الشجرة ورضي الله عنهم ورضوا عن الله يقول في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عن أخوة عبد الله بن أبي أيضا كان من المبايعين تحت الشجرة فطبق الآية عليه رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه حلوة بعد تصير سيدنا عبد الله بن أبي بن سلون رضي الله عنه وأرضاه يعني شوفوا المشكلة هي هذه نريد من أهل الخلاف شوية تحريك للعقل هاي أنا أنصحهم مرة أخرى عطلوا العاطفة شوية أخذ العاطفة كل هذا الكلام والبكاء والنياحة على عائشة وأبي بكر وعمر وما أدو كل أخذها خليه بالفريزر شوية شوية خليه هناك وأنظر للأدلة بتجرد اعضرضها على العقل تصل للذي توصلنا إلي سمعت شيخ قبل لا ندخل على سؤال الأخت الثاني اللي يقول عن زيد بن علي سلام الله على زيد على علي بن حسين سلام الله عليه الأخ أبو ياسر والأخت أبو محمد اسألوا أو نفس الكلمة قالوها أن أول مرة نسمع هذه الأحاديث أول مرة نسمع على هذه الأحاديث فنبيك ترد على الإخوان يمكن هذا كلامهم ينطبق على مئات أو آلاف المشاهدين اللي يقولون أول مرة نسمع الأحاديث ممكن ترد عليهم على هذه الجزئية فقط أي هو هذا الذي يجعلني أنا أختلف مع غيري ممن يعتمرون العمامات أو العمائم هو هذا السبب يعني هذا هو الاختلاف المنهجي بيني وبينهم أنا أؤمن أنه هذا العصر يحتاج إلى كشف الحقائق والواقع كما هو ليش نستمر في المؤامرة التي استجهلت الأمة وأبقت الأمة في حالة جهل ليش نخفي هذه الأحاديث وهذه الأدلة خوفا من أنها تثير بعض الزوابع هذا معناه أنه أنت تطمس الحق تستمر في طمس الحق وتستبقي الانحراف وتستبقي الباطل أنا ضد هذا المنهج أنا ضد هذا المنهج أنا مع أنه الآن عهد التصريح وكشف الحقائق بسلاح العلم خلي المخالف وغير المخالف من المتحالفين مع المخالفين من خونة التشيع خلي يبهتوننا ويتهموننا على أن هؤلاء سبابون لأنه المشكلة هي هذه إحنا الآن بالله عليكم من أول بداية كلامي إلى الآن كان كلامي سب وشتم ولعن وكذا وما أدري شنوه كلام كان علمي بس كلام شديد ما ننكر كلام شديد ضد رمز رموز النفاق وهو عائشة نفخر بذلك ما عندنا مشكلة بس كلام إحنا قدمنا أوراق في إدانته مسألة واضحة الطرف المناوئ شنو يقول هو الطرف المتحالف مع المناوئ يعني خونت التشيع إذول الذين لا يخافون الله عز وجل من بعض ذول المعممين شي يقولون يقول يا إذول هذا هذا السباب اللعان الشتام هذا يشوه صورة أهل البيت أو سمعة مذهب أهل البيت على تعبيرهم لأنه بس ما عنده غير السب والله عن وشته خلي يقولوا بالنتيجة الذي يفرض نفسه هو هذا هذا الحق وهذه الحقائق الناس تكتشف وتعرف الحق وتكتشف لأول مرة وهذه كلمة مئات المرات أنا سمعتها من الإخوة مو الآن من أيام الكويت أتذكر المجلس الأسبوعي في الكويت الذي بدأ بأفراد يحضرون ما يتجاوز عددهم العشرة عدد أصابع اليد دائما بعد كل انتهاء كل مجلس كان يقولوني أنه حقيقة هذا أول مرة إحنا نسمع وهذا هو الواقع أنا أريد هذا اللي أول مرة ينسمع ينسمع خلي ينسمع خلي الناس تسمع خلي الناس تعرف الحقيقة إلى متى نضحك على الناس إلى متى نغطي على المنافقين والظلمة إلى متى إحنا جبناء إلى متى الغير يصعدون منابر بس لسانهم طويل على معاوية ويزيد أكوة أفراد أكثر سوءا وظلما وكفرا ونفاقا من معاوية ويزيد بمراحل بمراحل وين معاوية ويزيد معاوية ويزيد بالقياس إلى أبي بكر وعمر وعائشة مثل قطرة في بحر من الظلم والظلمات والنجاسات أصلا يطلعون يومهم ملائكة ملائكة يطلعون لو واحد حقيقة يتعمق في التاريخ يتعمق في الأدلة يتعمق في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذي أنا أقوم به أيها الأخوة موت كثير عدد يعني كان يسعني أنه أخطط لنفسي منهجا ما يأدي إلى صراعات ومشاكل ما يأدي إلى وجع راس ومحاربات وتهديدات بالاغتيال ومليون مصيبة ومليون أذية بأن أجعل هكذا أخطط لنفسي منهجا أنه أكرر ما يقوله غيري خلص هو هذا اللي يقولون البقية أنا هم أكرر أصعد صلى الله عليك وأختم شنو أما يجيب المطار وكان الله غفورا رحيما وتحصل يعني أيضا ما تريد وما أحدهم يحكي عليك تكف عن نفسك الغيبة والبهتان والافتراء كان بالإمكان ولكن ليس منهجنا أنه إحنا بس نكثر عدد مو هذا منهجنا منهجنا منهج نوعي كيف نحاول أن ننظر أين يوجد النقص نكمل هذا النقص أكو عندنا نقص حقيقي في الدعوة الشيعية في الدعوة الإسلامية في جانب البراءة في إظهار البراءة في إظهار هذه الحقائق في كشف هذه الملابسات كشف هذه الأمور إخراجها من بطون كتب الحديث وكتب التفسير وكتب التاريخ عرض هذه الملفات للجمهور العام هذا الذي أنا أؤمن به ودعا أشوف النتائج الذين يتشيعون بحمد الله تعالى لأنه وإن انصدموا بالحقيقة لكن بالنتيجة رضخوا للحق مالت قلوبهم حيث يميلوا الدليل دانوا بالحق نتيجة وهؤلاء بالعشرات بحمد الله كذلك الشيع الذين استغفلوا عبر قرون وضحك على ذقونهم وقلبت الحقائق لهم وإحدى أسباب قلب الحقائق لهم المؤامرات الخسيسة من الجهات الخائنة خونت التشيع بسبب المصالح يعقدون مؤتمرات تقريبية وما أشبه على أساس دفن مثل هذه الأمور دفن هذه الحقائق تبقى حبيسة الكتب إلى أن تغبر ما حد يعرف عنها أي شيء لذلك ينصدم لما يسمع لأول مرة إلى درجة كانوا يتصورون أنه أنا أحيانا أجيب أحاديث من جيبي إلى هالدرجة من هلقد ما يتوقع أنه أكوى هالشكل شيء يعني ما يتوقع إلى الآن شوفوا الكلمة الآن العامة عند الجمهور الشيعي شنو أئمتنا نزه نساء الأنبياء عن الزنا أئمتنا أكرم عائشة رجعوها أرجعوها عائشة معززة مكرمة لذلك لما يؤتى بالحقيقة أنه لا يا أخي هذا كله سراب وهم أصلا لا أئمتنا قالوا هذا الشيء ولا أصلا أكو شيء من هذا القبيل مطلقا 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 يعني حتى دليل واحد حتى ضعيف ماكو عند ذلك الطرف بس شيء شائع عند الناس مثل كل يوم عاش وراء وكل أرض كربلاء هالشكل ناس يتصورون حديث شريف ولا حديث ولا بطيخ أصلا هو من شعارات بني أمية أصلا كان فشيء شائع عند الناس فلما تأتي في المقابل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام التي تثبت أن عائشة كانت إمرأة زانية وتفضحها وتقيم الدليل على ذلك حتى من مصادر أهل الخلاف هذا ينصدم يقول لا لا يعني أكيد إما كذب أما هذا الشيخ حلمان بالليل هاي شكل دي يقول ثانيهم يعني ماكو هايش شيء ما يصدق ما يستوع يا أخي إذا هذا أنتوا تعرفون هذا الكتاب للعلماء شو نسوه مو بعد العوام العلماء قالوا وعنا ما كنا نتوقع أكو هكذا الشيء كتاب الفاحشة ما كانوا يتوقعوا أكو أشياء أيها الأخوة متفونة هذه تحتاج إلى عرض تحتاج إلى كشف تحتاج إلى إبراز أيضا إحدى العوامل التي تؤدي إلى مثل هاي الظائرة التي سألتني عنها أنه ليش يقولون أول مرة نسمع أيضا حالة الجاهلية المقنعة كما بينا أنه الأطراف الآن بشكل عام التي تنطق باسم التشييع مع الأسف صار هناك قصور قصور كثير في مواصلة درب العلم والتحقيق والتعمق في المصادر والأدلة والتراث يعني المستوى صار سطحي كثيرا حتى في الحوزات العلمية مع الأسف الشديد عندنا مشكلة كبيرة في هذا الجانب لذلك أنا حقيقة أشفق على كثير ممن هم يعني يحسبون في طبقة علماء أو خطباء أو مثلا مؤلفين على أنه يقعون في مثل هذه الأخطاء ويروجون مثل هذه الأباطير ولكن عن جهل لأنه يتصور هذا هو الحق يعني ما يدري ما متعمق ما تاعب على نفسه ما دارس ما محقق جيدا فهذا أيضا يسبب مشكلة كبيرة يسبب مشاكل عديدة لذلك نقول هكذا أنه عصرنا هذا يتطلب الآتي أولا من يشتغل في الدعوة الدينية لا بد أن يلتزم بالصفات التي حددها أئمتنا عليهم السلام لمن يشتغل في هذا المضمار لا يقيم أمر الله سبحانه يقول أمير المؤمنين عليه السلام إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع يعني ما تجامل أحد لا تجامل على حساب الحق لا تأخذك في الله لومة دائم لا تجامل طوائف أخرى قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك هكذا يقول الإمام الكاظم عليه السلام لا تراعي أي جهة قائمة على الأرض راعي فقط جهة السماء كن حراً كن حراً تسقف فقط بسقف السماء لا تخلي سقفك هو القوانين الأرضية أو الأعراف السائدة أو قواعد تفرضها عليك الطوائف الأخرى ليش تخضع للطائف البكرية تمشي على حسب ما هم يريدون منك حقيقة أكوة أشياء تؤلم هو الكلام يجر الكلام بس لازم أقول هاي الكلمة لأنه حقيقة شيء يؤلم يؤلم بمعنى الكلمة أيها الإخوة كم بيان صدر ضدنا في قضية عائشة الملعونة كم بيان من الجهات التي هي محسوبة على التشيع أخذتها الغيرة على عائشة مو الشكل مع أنه عائشة على أقل تقدير شوفش قد تنازل يعني اترك أنها قتلت رسول الله بالسم اترك أنها خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام اترك أنها آذت الزهراء حتى أبكتها أظهرت السرور يوم شهادة الزهراء عليه السلام سجدت شكرا لله عز وجل يوم شهادة أمير المؤمنين ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام تلاعبت بالإسلام حرفت كذبت فسقت فجرت مليون مصيبة أكو بعائشة مو الشكل اترك كل هذا على أقل تقدير أقل تقدير عائشة امرأة ماتت ميتة جاهلية بس يعني تحشر مع أهل الجاهلية لأنه ما عرفت إمام زمانها لما ماتت كانت مقرة بإمام زمانها ما يقوله شيعي واحد أنت اللي تقول أنا أمثل التشيع شكوا ما أخذتك الغيرة على امرأة ماتت ميتة جاهلية اتدافع عنها شكوا لأنه واحد قال عائشة في النار واحتفل بموتها خليه احتفل بموتها انت شكوا يعني ليش تنبعث غيرتك بيانات طويلة وعريضة الله أكبر أخرجونا من الملة أصلا أخرجونا من الملة لله قاموا بهذا لا والله شوفوا أنا قليل القسم بس على هذه أقسم لا والله مو لله اللي يقول لي لله ما يسوي حتى الرأي يخالفنا ما يسوي يقول أنا مو مطلوب مني أمام الله عز وجل أدافع عن عائشة عدوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليش أدافع عنه ما مجبور أنا إنما عملوها لأجل ماذا لأجل إرضاء أهل الخلاف وإلا إذا صدق عندك غيرة قبل يمكن شهر شهرين أنا رأيت مقطع لواحد خطيب بكري بالكويت إمام مسجد هكذا بالصوت والصورة رأيته بالإنترنت قال أبو طالب عليه السلام ناقل الكفر ليس بكافر أبو طالب في النار رغما عن أنوف الرافضة ويصيح على المنبر أبو طالب في النار رغما عن أنوف الرافضة بيان واحد ما صدر ضده من ولا الجهة من هذه الجهات التي تدعي أنها تنطق باسم التشيع بيان واحد جيب أنا أتحداك جيب للآن بيان واحد من هؤلاء الذين أصدروا بيانات ضدنا ظلما وعدوانا والله خصيمهم يوم القيامة وسنحتكم والله راح أجرجرهم واحد واحد من عمايهم أجرجرهم أمام رسول الله صلى الله عليه وآله نحتكم يوم القيامة لأنهم كذبوا علي كثيرا افتروا علي كثيرا حاولوا تسقيطي كثيرا بهتوني كثيرا وسكت كثيرا أيضا يوم القيامة مخاصمة الكبرى هناك يوم القيامة نشوف شلون شون يصير بيهم أقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا أمير المؤمنين يا فاطمة الزارة يا إمة أهل البيت هؤلاء دافعوا عن عائشة ووقفوا ضدنا وصفقوا للنواصب والمعادين بل وكتب بعضهم بكل حقارة أنا قرأت هذا الشيء وكان من أكثر ما جرحني في تلك الفترة بكل حقارة كتب أنه أنا أسأل الله أن يوفق وخابيا لقطف رأس ياسر الحبيب حتى نخلص من هذا الرجل من هذه الفتنة شوفوا شلون عنده استعداد وقلت لكم أنا سابقا تذكرون في التعليقات كنت أقول لكم أنه لما يأتي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى الذي يسفك فيه دمي وأمضي شهيدا إن شاء الله تعالى الله يوفقني لذلك ستفرح جهتان وطائفتان أهل الخلاف سيفرحون هذا شيء واضح وهؤلاء المدعين للتشيع ستجدونهم يفرحون ويوزعون الحلوى عينا مثل ما حصل للعلام البلاغي رضوان الله تعالى عليه علام البلاغي منقول في أحواله أنه لما توفي أجراس الكنائس قرعت فرحا وابتهاجا لأنه كان قد فند الديان النصرانية وأصابها في مقتل كان عدوهم اللدود وعدو الوهابية وعدو آخرين أيضا الوهابية انفرحوا بمقتله أو بوفاته رضوان الله تعالى عليه فالشاهد هو هذا هؤلاء هي مشكلتنا مع هؤلاء ما تأخذهم الغير على أبي طالب عليه السلام أبو طالب الذي هو السيد من سادات الإسلام أبو طالب الذي الأئمة عليهم السلام يقولون أنه الأمم تحتاج شفاعته يوم القيامة الأمم أبو طالب شيخ المؤمنين مؤمن قريش والد أمير المؤمنين الوصي عندنا في الرواية أنه كان من الأوصياء من أوصياء الأنبياء السابقين رواية تقول من أوصياء عيسى عليه السلام رواية تقول من أوصياء إبراهيم عليه السلام ما أخذتهم الغيرة على أبي طالب مع أنه شوف شوف الفرق الآن هذا واحد قال أبو طالب في النار هذا واحد قال أبو هذا قال شنو عائشة في النار في المقابل شوف شكد بيانات صدر الضد اللي قال عائشة في النار مع أنه ماكو شيء ما يؤمن أنه عائشة في النار المفروض هكذا يعني إلا إذا بعد طلعوا لنا تشيع آخر مثل ما هذا الزمان يعني بعد طلعون كل واحد يطلع زين ذاك أبو طالب ما أخذتكم الغيرة عليه إذن القضية مو لله هؤلاء جعلوا أنفسهم عبيدا لأهل الخلاف لما أهل الخلاف يضجون يسول لهم مشكلة وطربقة وما أدري شنو يروحين طلعون بيانات حتى يرضونهم مو مهم عنده يرضي الله لا شك أن الله الجبار الجليل رب السماوات والأرض غضب حين نطق هذا البكري الخسيس قائلا أبو طالب في النار لا شك الله عز وجل غضب على هذه الكلمة لا شك رسول الله غضب لا شك أمير المؤمنين غضب لا شك إمام الزمان غضب صلوات الله عليهم أجمعين فلماذا لم تغضبوا كما غضب الله ورسوله وإمتكم لماذا لم تغضبوا لماذا لم تصدروا تلك البيانات ماذا صنعتم لماذا لم تقيموا تلك المؤتمرات سووا لنا المؤتمرات في تلك الفترة وفتاوى ومصايب ومليون مصيبة طلعا ذلك الوقت صاروا ملكيين أكثر من الملك حتى يدافون عن عائشة يعني ببسالة واستبسال في حين أن الله عز وجل لم يغضب مما صنعنا ما يقدر يقطع بذلك فكيف من أما في قضية أبي طالب عليه السلام قطعا الله عز وجل غضب من هذه الكلمة فمن منهم صنع مثل الذي صنع دفاعا عن عائشة ويلكم أنتم شيعة عائشة مو شيعة علي عليه الصلاة والسلام وإلا لبانت غيرتكم هناك هذه الأمور تلك الأمور تمر مرور الكرام أما أي شيء يرتبط بتيار البراء الذي انبعث في الأمة من جديد لا يمررونه هكذا يحاولون بأي طريقة إجهاضه ومحاربته عليك يا حال شق شقة هدرت ثم قرت بالإضافة إلى كلام الشيخ نسمع في الأولى الأخيرة حديث ونقمة تقول عرفنا أن أبو بكر وعمر في النار وبعد شنو الجديد في قناة فدك من شهر ثلاثة إلى الآن أبو بكر وعمر وعائشة في النار هذا جديد بحث يدل على أن فقه البكريين مرتبط في أحاديث النجاسة التي بثتها عائشة هذا يرتبط بطهارة البكريين الحين البكريين والشيعة طبعا الشيعة الحمد لله أول اتصالين قالوا أول مرة نسمع هذه الأحاديث الآن البكريين خلي يراجعون نفسهم يشوفون طهارتهم هل هي ما أخذينها من أهل البيت من رسول الله أم ما أخذينها من عائشة هذا بحث جديد ردا على اللي يقول قناة فدك ما عندها إلا أبو بكر في النار عمر في النار عندنا دائما سماحة الشيخ مشاء الله دائما يتحفنا في بحوث جديدة فقهية علمية بحوث في تفسير القرآن يدل على أن قناة فدك دائما تزودنا بالجديد ودائما تزودنا بالذي لم يسمع من قبل هذا وصل قلال قناة فدك للنقمة الجديدة المنتشرة ماذا قدمت قناة فدك غير أن أبو بكر وعمر في النار سمحت الشيخ نرجع إلى الأخت محمد وسؤالها هي قارية كتاب سيرة الأعمال 12 وصلت إلى زيد بن علي بن الحسين وعندما دس له من يسأل رأيه عن أبو بكر وعمر فقال ما سمعت أحدا من آبائي ذمهما فهل هذا نوع يعني هل هو في صحة أو لا أولا على الأخت المكرمة أن تلتفت إلى أن هاشم معروف الحسني لم يكن عالما محققا وإنما كان أقرب إلى كونه حاطب ليل هذا أولا يعني شخص ليس بمعتبر ويبدو هكذا أنه كان عنده بعض الالتباسات الكثيرة ولذلك أقول أنه كان حاطب لي معالم يعني عالم بحق فكتابه هذا وسائل كتبه الأخرى لا تخلو من غث وسمي هذا الأمر الأول الأمر الآخر هذه الرواية بالذات هي رواية جاءت من قبل الفرقة الزيدية والفرقة الزيدية فرقة منحرفة عن الإسلام الحق ولا يمكن الاعتداد بما تروي إلا إذا قامت القراءة على صحته هذا من حيث القاعدة ولكن لابد من التنبيه إلى هذا الأمر هذه الشخصية وهي شخصية زيد مختلف فيها عندنا نحن شيعة أهل البيت عليه السلام هناك قسم من العلماء الرجاليين والمحققين يثنون عليه ويمدحونه اعتمادا على بعض الروايات التي ظاهرها متحه وبالتالي لما يأتون إلى أمثال هذه الروايات أي هذه الرواية التي نقلتها الأخت أنه يدافع عن أبي بكر وعمر فيحملون هذه الروايات إما على أنها صدرت تقية وإما على أنها أساسا مكذوبة على زيد لأنها جاءت من فرقة تنتسب إلى زيد كما أنه الطائفة البكرية والفرقة البكرية تكذب كذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين وتدعي الانتساب إليه فهذا القسم الأول القسم الأول يقول زيد هو على عقيدتنا وكان صالحا بناء على بعض الروايات المروية عندنا في أصولنا يعني في الكافي الشريف مثلا وبالتالي الروايات التي جاءتنا من الطوائف الأخرى والتكون الزيدية وفيها دفاع هذا الرجل عن أبي بكر وعمر وقتلت أهل البيت مثلا هذه إما مكذوبة علي أو صدرت منه تقيتان وإلا في المقابل إحنا عندنا رواية أصلا حتى إحدى روايات البترية هي عن زيد أنه جاءوا إليه وقالوا له أنا تولى أبا بكر وعمر فقال بترتم أمرنا بتر الله أمركم فسموا منذ يوم إذن بالبترية يعني عنده مواقف مروية عندنا ضد أبي بكر هذا واحد هذا قسم قسم آخر من العلماء الرجاليين المحققين يقولون بأن زيدا مذمون منحرف أحد المنحرفين من أبناء إلى إما عليهم السلام وهم كثر كثير انحرفوا مثل ابن نوح انحرف أيضا لهم أدلتهم عندنا كذلك روايات عن إمتنا عليهم السلام تذم زيدا وهؤلاء بالتالي يتعاملون مع تلك الروايات التي فيها أن زيدا مدح أبا بكر وعمر والتي جاءتنا من الغير يتعاملون معها تعاملا طبيعيا يقولون هذا غير مستبعد مننا لماذا لأن الرجل بالأصل مذموم مذموم ومنحرف وهذه إحدى علائم انحرافه فلا يردون تلك الروايات القسم الثالث من العلماء هذا يقول بالتوقف يقول أن الأدلة في شأن هذه الشخصية متعارضة فلا نستطيع أن نجزم مئة بالمئة أنه كان صالحا أم طالحا أنا شخصيا من هذا القسم أنا أتوقف في شأن زيد لا أذمه ولا أترضى عنه لا أترحم عليه وإن كان عندي ميلان عندي ميلان إلى أنه مذموم عندي ميلان لكن لست قاطعا وبصراحة في بعض أمثال هذه الشخصيات لا أمضي في التحقيق كثيرا يعني شوية إذا مضيت أكثر ربما ربما أوذي نفسي يعني أتعب نفسيا أتعب فلذلك ما أحب يعني عادة شوية أفك نفسي يعني لأنه ما كهل قد أثر يعني على أي حال فنقول هكذا نحن نقول بالتوقف هذا كله كلام فلتجعله الأخت السائلة في ذهنها أما مسألة الرافضة يعني الكلام هذا كله قلته حتى نفهم أنه في كل الأحوال لا اعتداد بكلام زيد المنسوب إليه هذا إما مكذوب عليه إما هو بالفعل صادر منه ولكن هو منحرف بالنتيجة وإما أنه صدر تقية أو شيء من هذا القبيل وفي شخصيها فيها خلاف فيها خلاف أما مسألة الرافضة فدعوى أهل الخلاف والزيدية أن هذا الاسم أطلقه زيد على جماعة من الشيعة رفضوا أمره بموالاة أبي بكر وعمر فسماهم الرافضة هذه أكذوبة تاريخي وإذا أرادت الدليل على ذلك فلترجع إلى موقع القطرة كنا قد كتبنا مقالة منذ سنوات من أيام الكويت بعنوان هكذا نعم نحن الرافضة نعم نحن الرافضة في هذه المقالة أثبتنا بالدلائل التاريخية أن اسم الرافضة كان سابقا حتى على ظهور زيد حتى قبل ولادته أيضا اسم الرافضة يعني في إحدى كتب معاوية لبعض عماله شوف زمان معاوية كان كتب اجتمع ما أدري أهل الحجاز مع رافضة أهل الحجاز ومالوا إلى عليين شوف شوف رافضة سماهم من ذلك التاريخ لا اسم الرافضة بناء على السياق التاريخي كان قبل أن الله يخلق زيدا أصلا فإذا تفهم أنه هذه الدعوة أنه هو اللي سماهم رافضة هذه دعوة جاءت من ماذا؟ من جهة المعادين للرافضة اخترعوا كلاما زيد إضافة إلى هذا أحاديثنا المعتبر عن أمتنا عليهم السلام تقول أصلا كلمة الرافضة طبعا كلمة الرافضة فخر فخر عظيم تقول أن اسم الرافضة أصلا هذا اسم كان منذ عهد موسى عليه السلام ويعني الذين يرفضون كل ما هو مخالف لأمر الله الذين رفضوا عبادة العجل سماهم الله رافضة فتسلسل هذا الاسم وبدأ يجري أو ينطبق على كل جماعة تتمسك بالدين الإلهي ضد الأديان الأرضية المخترعة فالذين رفضوا عبادة الأصنام أو من بعد موسى منه كانوا الذين رفضوا عبادة عيسى عليه السلام كانوا شنو رافضة سموا رافضة عند الله عز وجل وعند أنبيائهم هؤلاء الرافضة زين الذين رفضوا عبادة النار رافضة الذين رفضوا عبادة الأصنام والأوثان رافضة إلى أن وصلت النوبة إلى ما بعد السقيفة فالذين رفضوا الجبت والطاغوت أي أبو بكر وعمر رافض والإمام أيضا يقول لذلك السائل الذي سأله الإمام الصادق عليه السلام لأن ذلك السائل يقول أذونا وين ما نروح يقولنا رافضة رافضة الإمام عليه السلام قال له ما مضمونة يعني ما مؤداه أنه أنت وليش متأذي أنت وليش منزعج ليش منزعج أنت قد والله رفضتم الشر ورفضوا الخير أنت رفضتم الشر رفضتم أئمة الباطل وتمسكتم بأهل بيت نبيكم فشنو المشكلة أنه واحد يقول عنك رافضة لا بالعكس افخر ارفع راسك ويقول أنا رافض يعني أنا رافض المؤامرة الانقلابية التي تمت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وتمخض عنها الاتيان بأئمة من الدعاة إلى النار كأبي بكر وعمر وعثمان الذين أزاحوا الأئمة الشرعيين وأولياء العهد الشرعيين من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا رافض أنا معارض هذا فخر فإذن في كل الأحوال لا حجة بهذا المنقول عن زيد لأن روايات إمتنا المعصومين عليه وسلم في مصادرنا تؤكد على أننا نحن الرافضة وأن هذا فخر لنا وأننا نبقى على هذا المنهج في رفض المنافقين من بعض الذين جاءوا بعد يعني الذين تعاقبوا على حكم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا أحسنت سمعت الشيخ نعطي فرصة للإخوان للاتصال للأسئلة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك عبد الله نحياك الله من معي؟ معاك عبد الله من مريطانيا عبد الله تفضل نعم تفضل أنت على هو مباشرة تفضل والله أخي عبد الله أنت عملت فتنة كبيرة في الأمة الإسلامية يعني شيخك يتناقض تناقض شديد يعني هو يدعو إلى التطبير ولا يعني فعلا هو هادئ جدا جدا والذي يطبر ويلطم يكون يعني عبد الله لحظة لحظة شوي عبد الله اسمعني الاتصال اللي فات طرحت موضوع هو موضوع الشيعة وكذلك قلت لك هذا السؤال أنت طرحت وجبنا عليه من قبل أن تنادون بعلي والحسين يا حسين يا علي رحت للبيت وراجعت البرامج اللي أنت اتصلت فيها وطلع مسأل السؤال مرتين والحلقة اللي فاتت همسألت وجاوبك سمعت أنت عندك فقدان الذاكرة عبد الله السؤال هذا الحين التطبير الحلقة اللي طافت سألت السؤال نفسه ما عندك شي جديد الحين أنت أبيك تحكس صورة عن مذهبك صورة عن دينك عن شخصيتك عن أنت موتك إنسان كردي وكل مرة تقول لنا عبد الله كردي من لندن احكس صورة عن الأكراد أنهم ناس مثقفين وعين عندهم طرح علمي أبيك أنت الحين احكس صورة شخصيتك نفسها عندك طرح علمي شي المستمع يستفيد منه أسبوع اللي فات قلت لك أن هذا السؤال سألته وجاوبنا عليه قلت لي لا أقول لك إيه تقول لي لا رحت قلت أنا يمكن ذاكرتي مو غوية رحت راجعت التسجيلات لقيت أنك سأل نفس السؤال وجاوبنا عليك يعني أنت الحين هل تبي تشتت حلقة تبي تشتت المستمع أن كل فترة تسأل نفس الأسئلة وإحنا بشكلتنا ما نقدر نقطع عليك ولا أقدر الآن ضغطة زر أسكر التلفون عليك بس أبيك تحترم نفسك وتحترم المستمعين وتطرح طرح علمي ساعة الشيخي تكلم عن إنكم طهارتكم فيها شك مبنية على روايات عائشة هل أنت تدافع عن طهارتك هل تقول لا أنا إنسان طاهر والحين أطهر نفسي بروايات صحيحة راجع ورقة البحث ترجع للتطبير الحلقة اللي فاتت تكلمت عن التطبير وجاوبناك الحلقة اللي قبلها تكلمت عن التطبير وجاوبناك الحين أعطيك مجال ولا تفش روحك تكلم بسلوب علمي قدام المشاهد تفضل أنا أتحداك أنا أتحداك أمام المشاهد عبد الله الله عز وجل يقول في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة وساءت مصيرة فسبيل المؤمنين نحن نحب حسين وعلي أكثر منكم ونتحداكم بل نحبهم ونتبعهم فسبيل المؤمنين الإمام حسين وأنا سألت شيخك هاد دليل علمي أنت تتحدث عن العلم هاد دليل علمي ملموس في أن إمام حسين وعلي كان يوصم ويطبر فهذا السؤال السؤال الثاني أنا أسألك سؤالا علميا الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي وقال في نهاية الآية إنما المؤمنون إخوة أنا أتحداك أن الصحابة كانوا إخوة عمر كان أخو علي وعلي أخو يعني صحابة شتنا حصلت بينهم لكن الآن تتحدث شيخك يتحدث عن المخالفين بالله عليكم أعطي دليلا علميا في حالكم حالكم الآن أنتم متفقين أنت جماعة الصدر يدعو أتباع أهل والله قلتها مرتين والله جماعة الصدر وجماعة المالكة وجاوبنا عليها يا أخي أطرح أطني شيء جديد أبي أسمع منك شيء جديد خلاص هذا الحين أنا أكتفي بهذا وبعد سمحت شيخ ممكن أن تجاوب لي على هذا أنا ترى شوية يعني هذا الأخ كل مرة نفس اللسن خلي يرجع للجلسات الحوار السابقة وجاوبنا عليه قلنا ليا أخي رسول الله أعظم من الحسين صلوات الله عليهم ورسول الله في مصادركم موجود كان يطبر يعني شو نسوي يعني يعني كم مرة نعيد عليك نفس الجواب خلق جبت لك المصادر وبالصفحات وبالأرقام وبالكذا وقلت لك نعم رسول الله كان يفعلها كذا يعني شو تريدني أسوي لك بعد هو بالفعل عنده مشكلة ذاكرة يبدو أو يحب يعني يكرر دائما نفس الكلام فهذا الشيء اللي ما بيقيمها علمية خلي نتجاوز أرجاء خلي نروح إلى ما هو أو لا نعم نأخذ التصالات من الإخوان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام من معي؟ نعم من معي؟ أنا أبو أحمد من سوريا أبو أحمد من سوريا تفضل أمزي يحكي معك شيخ بالله أنت على هواء مباشرة تفضل تفضل أخوي بحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ ياسر أخي الكريم الشيخ ياسر والسيدة عبد الله أحلا وسهلا بكم حياكم الله خلي رفع صوته معسم من خلال حديثه أو رده عندما بخلص الشيخ ياسر جوابه لأي الأسخاص لأي السائلين بكون قلبون جاوبوا أحسن وكلمة أحسن تقال للطالب الشيخ ياسر هو سيد سيد الأستاذ جزا أستغفر ولا تقال له أحسن يقال له عظم الله أجرك شكر الله سعيك بارك الله فيك هذا تعقيب على والآن لذي مداخلة أتمنى أن تسمعوني إليها تفضل عندما نحب ونحترم ونجل أهل البيت الأئمة المعظمين عليهم السلام وأصحابهم نحن لا وكأننا نقدم ميزة لهم والصفات التي نقولها لهم لم تكن امتيازا لهم بل هي رفيقة وأصيلة هي موجودة بوجودهم وما زومة بعدمهم حاشاهم من العدم لأنهم من الأزل هم معصرون هم من الأصل تحت مرتبة الإله وفوق مرتبة البشر وكذلك بالنسبة لإعدائهم فقضية الكفر والزندقة والفجور ليست مكتسبة فيهم بل هي أصيلة ولصيقة بهم فعندما يقول أحد السائلين منكم أو الذين يحبون طائفتهم فيغطبون مننا أو منكم عدم السب والشتم لفلان وفلان كما يطلب عدم تب ونعن إبليس لأنهم هم إبليس لعنه الله أحسنت أطلب من الشيخ ياسر محاورة لبعض الأسئلة لأن الأخ عبد الله عندما يطرح عليه السؤال أو مجموعة أسئلة من أي سائل يكتب بعضها فتصل للشيخ منقوصة فيجيب وفق ما سجله الأخ عبد الله ولا يكون هذا الجواب شافي للسائل هل من الممكن أن أتكلم مباشرة مع الشيخ ياسر فيجيب أو محاورة حول الأسئلة التي تخطر في بالي أخوي أبو أحمد أنت تتكلم من سوريا ونعرف أن المكالمة التي تتصل منها والحساب يكون قالي عليك وتدفع رصيد على المكالمة هذه لذلك نحاول نختصر نخليك تطرح سؤالك لأن تعرف سماحة الشيخ يطول في الإجابة ويمكن يأخذ عشر دقائق ويمكن يأخذ ربع ساعة فلما أخليك على الخط راح أنت تخسر ونحن لا نخسر الناس لذلك نسجل السؤال إذا تكلمت ببعض الناس يتكلمونه بطريقة سريعة طبعا تفوتني كلمة وكلمتين حاول أختصر السؤال ولكن إذا واحد تكلم في بط وأقدر أسجل السؤال كامل وأطرحه نفس ما تقوله أنت طريقتك الحين بطيئة جدا أقدر أسجل السؤال وأطرحه على سماحة الشيخ إحنا ما نبي نكلفك إذا أنت عندك إمكانيات أنك تضل على الخط وسماحة الشيخ يجاوب ما عندي مشكلة تفضل يا أخي عبد الله ما عندي مشكلة أنا بوضوع المصر أنا عم بسأل فما عندي مشكلة بالتكلفة مقابل الاستفادة اللي بدأت تحديدها من خلال السؤال عم تطرحه للشيخ تفضل أنت مع سماحة الشيخ على الهواء مباشرة وتسأل وخلك على الخط وتداخل معه تفضل أعلى راتي شكرا لك تفضلوا نعم طيب شكرا أستاذ الشيخ الكريم عظم الله أجرك وشكر الله سعيك وجورنا واجور وأحاك الله لنا زخرا لنا وللإسلام بارك الله بكم جزاكم الله أخير بارك الله بكم سأل سؤال أنا بالنسبة للأنبياء ألم يكونوا هم مأمورون هم صمون بالأساس فجميع ما أتوا به وما تكلموا به وما قاموا به هو أوامر الله سبحانه وتحالى فتيزنا نوح معوفا سيدنا إبراهيم عندما استعمل القدوم لكثر الأصنام ثانيا سيدنا يونس عندما دخل في بطن الحود سيدنا موسى عندما استعمل العفا ألم يكن هو مأمورا من الله سبحانه وتعالى يا شيخ طبعا كان مأمورا من الله سبحانه وتعالى فاستعمال سيدنا إبراهيم للقدوم ماذا سأفسر باستعماله القدوم هل كان القدوم أكبر مرتبة من سيدنا إبراهيم باستعماله القدوم فالإمام علينا من ذكره السلام والرحمة عليه السلام قال لزكاء تعالي أو ردها عندما أرد قال بالكلام وسيدنا محمد عليه السلام صلى الله عليه صلى الله عليه موسى عليه السلام حتى أتت بالسحر فالتقفت ما صنعوا السحرة وسيدنا يونس عندما دخل في بطل حوت هل كان الحوت أكبر مرتبة من سيدنا يونس أم لا وشكرا يا حياكم الله بارك الله تابعي تضل على الخط أخو يبو أحمد نخليك على الخط خلاص أنا بقع على الحط إيه والله إذا تريد أوكي خليك على الخط يا أخان الكريم لا يمكن بطبيعة الحال الالتزام باقي باقي على الخط باقي على الخط نعم باقي لا يمكن بحال من الأحوال الالتزام بأن مثل هذه الموجودات التي استعملها أمياء الله أو المعصوبين صلوات الله عليهم هم أرفع شأن منهم هذا أمر واضح البطلاء ولذا لا بد من التفكيك لا بد أن نفكك أنه لما جرى استعمال كل شيء من هذه الأشياء أو لما عمد إلى مثل هذه الوسائل وهذا يحتاج إلى تدقيق في آيات الكتاب العزيز من جهة والأحاديث التفسيرية من جهة أخرى مع شيء من التأمل والتدبر في السياق التاريخي فمثلا يمكن أن يقال هكذا في شأن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه بعدما استنفذ كل الوسائل في هداية قومه حتى أنه كما نعلم اتبع أسلوبا تمثيليا حين انتقل إلى قرية أخرى وهناك بعض الروايات تشير إلى أن هذا الأسلوب التمثيلي حين قال للشمس والقمر وللنجم وما أشبه قال أنه هذا ربي هذا الأسلوب التمثيلي كما أنبأتنا بعض الروايات أو كما استظهر من بعض الآثار أنه كان قبل حدوث مسألة تكسير الأصنام وما تتابع ذلك من مضاعفات أو تبع ذلك من مضاعفات فالنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد استنفذ كل الوسائل التي حاول من خلالها إيقاظ العقول وإثارة دفائنها فلم تتحقق النتيجة ما تحققت تلك النتيجة المرجوة في نقل جمهر من الناس إلى الإيمان نعم تركت أثرا على قلائل ولكن كان المطلوب هو إحداث هزة جماهيرية حقيقية تشبه صعقة الإيقاظ التي يعمد إليها بعض الأطفاء بالنسبة إلى بعض المرضى هذه الصعقة تشكلت بشكل ذلك العمل الذي قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين استخدم الأدات في كسر الأصنام وفي إثارة مثل هذه الزوبعة حتى ينتبه الناس إلى أن هذه الأصنام بالفعل لا تنفع ولا تضر وليست أهلا للعبادة فمن هنا نستطيع أن نقول أن غاية هذا العمل وأن بعثة إبراهيم عليه السلام تعلقت على مثل هذه الاستخدامات وعلى مثل هذه الوسائل وإلا كانت بلا نفع هذا فيما يتصل بإبراهيم يعني هكذا يمكن تحليل الموقف أما بالنسبة إلى الكليم عليه الصلاة والسلام في استخدامه العصى فيقال هكذا كما أنبأتنا الروايات أن كل نبي جاء بمعجزة تفوق السائد في عصره يعني موسى عليه السلام كان السائد في عصره هو السحر برع قومه في السحر فكان اللازم لإثبات نبوته أن تكون معجزته تفوق ما برع به أهل عصره حتى يدرك أن الذي جاء به فوق مستوى العادة وأنه لا بد أنه خرق لهذه العادة فهو معجز وبالتالي يكون دليلا على صدق هذا النبي وأنه مبعوث من الله كذلك مثلا في عيسى عليه السلام عيسى كان المشتهر في عصره والسائد في عصره وما برع فيه في عصره والشيء المتقدم في عصره كان هو علم الطب لذلك جاء عيسى عليه السلام بأمر يفوق ما توصل إليه وما برع فيه أهل ذلك الزمان ما برع فيه أهل ذلك الزمان كان علم الطب لذلك حين أحيى الموتى مثلا وأبرأ الأكمه والأبرص كان أمرا واضح الإعجاز بالنسبة إليهم وشهد بذلك علماؤهم قبل عوامه في عهد نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله كان الذي برعت به العرب هو الخطابة والشعر والعلم الكلام أو فن الكلام إنجاز التعبير لذلك كان اللازم على النبي صلى الله عليه وآله أن يستخدم معجزة تفوق هذا الذي برع فيه أهل عصره وهذا ما أنبأتنا به الروايات عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وفسرت أنه لماذا جاء محمد صلى الله عليه وآله بمعجزة الكلام وكانت هي المعجزة الأبرز من بين معاجزه دون إغفال أن جميع معاجز الأنبياء السابق تحققت لنبينا صلى الله عليه وآله إما مثلها أو أعظم منها هذا ما جاء عن أمير المؤمنين صلى الله عليه ما مضمونه أنه ما من معجزة من معاجز الأنبياء السابقين إلا ولنبينا أعظم منها أو مثلها على أقل تقدير فالتصور الموجود عند الطوائف المنحرفة عند أهل الخلاف أن معجزة نبينا صلى الله عليه وآله كانت تنحصر فقط بالقرآن الحكيم هو تصور خاطئ أيضا نبينا أبرأ الأكمه والأبرص أيضا نبينا أحيى الموتى أيضا نبينا استخدم جذع النخلة بما يشبه العصى وغير ذلك كثير من المعاجز إلى أن وصلت إلى قرابة أربعمائة معجزة وآية أظهرها النبي صلى الله عليه وآله ودون شيء منها في كتاب الثاقب في المناقب وموسوعة مدينة المعاجز للعالمين ابن حمزة الطوسي والعلامة السيد هاشم البحراني وتفصيل ذلك يمكن لكم أيها الأستاذ الكريم أن تراجعوا فيه سلسلة محاضراتنا في البحوث القرآنية وأظنها ما زالت تبث عشرين اليوم تبدأ بعد ثلاثة أيام كما أنبأني الأخ المسؤول الآن أنها تبدأ بعد ثلاثة أيام سلسلة البحوث القرآنية تطرقنا فيها إلى مثل هذه المباحث ويعني استشفعنا فيها أو استشهدنا بالآثار الشريفة وروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا الجانب نعم الأخ أبو أحمد عندك مداخلة على السؤال لا يا يا أخي الكريم أنا ما عندي مشكلة على رأس جوابي للشيخ ياسر ولكن استخدامي أنا لشيء استخدامي لشيء معين يكون أقوم مني أنا مثلا استخدام القدوم أنا مع احترامي وتقديري وتقديسي لكلام الشيخ ياسر لا عندي مشكلة لأهي ولكن استخدام القدوم صار أقوم مني أنا لا ليس دائما هذه ليست قاعدة مضطردة لأنه تعلمون أنه أحيانا الإنسان يستخدم ما يستطيع أن يكون هو لا شك أقوى منه يعني أنت الآن تستخدم وسائل معينة لمجرد الراحة لمجرد الاستراحة تستعملها وإلا أنت أقوى منها وليكن هذا الريموت كنترول الذي يستخدم الآن مثلا للتلفاز أنت بإمكانك أنه تذهب بنفسك وتغير الشاشة مثلا ولكن تستعمل ذلك للراحة أيضا بإمكانك أن تأكل بنفسك لكن تستعمل الملعقة والشوكة والسكينة وما أشبه لي شيء من الراحة ليس شرطا هذه ليست قاعدة مضطردة الأنبياء عليهم السلام لما استعملوا مثل هذه الأمور أيضا علينا أن نفكك استعمال إبراهيم عليه السلام كان لوسيلة كان لابد أن تستعمل على مجاري طبيعة تلك الأزمنة وقد ورد في الروايات الشريفة ما مضمونه ومؤداه أن الأنبياء والمعصومين عليهم الصلاة والسلام كانوا يستطيعون أن يجروا كل أعمالهم بإشارة من إصبعه يعني إلى هذه الدرجة لأن لهم الولاية التكوينية كما تعلموا يعني يستطيع أنه هكذا هو لأنه وصل إلى مرتبة الله عز وجل أمر فيها جميع الخلائق بأن يطيعوه بما في ذلك الأحجار يعني كان يستطيع إبراهيم عليه السلام أن يأمر الآن هذه الأصنام مباشرة بأن تفتتي وانكسري فتنكسر عينا مثلما نبينا صلى الله عليه وآله أمر ذلك الجبل بأن يتصدع قال تصدع كما في الرواية عندنا لما طلب المشركون منه أنه الجبل ينقسم إلى قسمين يتصدع ومكتفوا بذلك قال أولا تصدع للجبل كان أمرا مباشرا له تصدع الجبل انقسم إلى قسمين قالوا هذا لا نكتفي به أطلب أمر قسما من الجبل أن يذهب إلى جهة والقسم الآخر يجري إلى جهة أخرى فبالفعل هكذا أمر ذهب هذا في جانب وذاك في جانب آخر ثم بعد ذلك قالوا أيضا لا نكتفي أطلب أو أمر بأن يرجع القسمان ويلتحمان من جديد إلى موضعهما السابق وبالفعل طلب ذلك أو أمر ذلك في الواقع أمر بذلك أحيانا كانت تقع الأمور هكذا ولكن في أحيانا أخرى كان لابد من استعمال الوسائل المعهودة في ذلك الزمان جريا على قاعدة أن الله عز وجل ليس في كل الأحيان يأذن لأنبيائه وأوليائه عليه الصلاة والسلام باستخدام المعاجز لأنه إن استعملت المعاجز بكثرة خرجت طبيعة هذا النبي أو الولي عن الطبيعة البشرية وهذا فيه فساد عظيم كيف؟ نحن إلى الآن نعاني من الذين أله عيسى عليه السلام نحن إلى الآن نعاني من الذين أله أمير المؤمنين عليه السلام مثلا إحدى أهم أسباب هذا التأليه هو ما ظهر منهم من المعاجز العقل البشري مع الأسف عند كثير من الناس قاصر عن إدراك عن أن مثل هذه المعاجز يمكن أن تخرج على يد بشر فيؤله هذا البشر ومن هنا هذا الذي يفسر إحجام كثير من أنبياء الله العظام ولا إما الطاهرين عليهم الصلاة والسلام عن استخدام المعاجز في مواقف حرجة يعني كان بإمكانهم أن يقوموا بذلك ولكنهم يحجمون ويتوسلون بالوسائل الطبيعية المعهودة يعني ما الذي كان يجعل علي عليه الصلاة والسلام يذهب في فترة انقلاب سقيفة 25 سنة يذهب لك يزرع ويحرث ويستعمل الفأس ويعرق ويفجر الآبار وما أشبه باستخدام قوته البدنية العادية وباستخدام فأسه العادي ما هو السر في ذلك في حين من جهة أخرى هو يأمر أمر واحد هكذا فجأة وإذا بمعاوية لعنه الله فجأة يسقط على عرشه ويري الناس ذلك ويقول هذا بيد لو أردت أنا فيقال له يا أمير المؤمنين أنت بيدك هكذا وتبقي معاوية ونضطر نحن للقتال ونضطر نحن لأن نحارب كل هذه الأعمال نقوم بها فأمير المؤمنين عليه السلام يجيبهم بأنه هكذا الله عز وجل أمر وهكذا الله عز وجل قرر ما مضمونه وأنه الله عز وجل يبتلينا ويبتليكم بمثل هذا أصلا أساس قوة الأنبياء والمعصومين عليهم الصلاة والسلام يعني أولياء الله على الإطلاق إحدى أسس قوتهم هو هذا أنه يكون قادرا على الشيء بالقوة الإعجازية لكنه يحجم عن ذلك بأمر من السماء فالله يختبره عز وجل في مثل هذه المواقف عينا مثل ما الآن جنابك أو أي شخص إنسان الآن هو قادر على أنه يذهب ويشرب الخمر قادر أم مقادر عنده هذه السلطة على بدنه وجوارحه بحيث يتمكن أن يمشي ويذهب إلى المخمر أجلكم الله ويحتسي الخمر قادر يعني الله جعل هذا الأمر ضمن نطاق قدرتك قادر أنت على ذلك بإذن الله لكن الله عز وجل يريد أن يختبرك أنه مع هذه القدرة التي أعطيتك إياها أنت ممنوع عن ذلك فهل تحجم أم لا تصبر أم لا تتحمل أم لا الله أعطاك قوة الباصر البصر فهل تنظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية أم لا نفس الشيء كذلك بالنسبة إلى المعصومين الله وسع قدراتهم يعني وسع قدرات المعصومين وسع هذه الدائرة بحيث يستطيع أنه هيمنته سلطنته تتعدى مستوى ما على بدنه يستطيع أن يتسلط على بعض الأشياء يتسلط على الجبل يتسلط على الأرض يتسلط حتى على الشمس يتسلط على القمر النبي صلى الله عليه وآله تسلط على القمر شقه نصفين ذهب بهذا النصف إلى هاهنا ذهب إلى ذلك النصف بالجهة الأخرى ثم عاده مرة أخرى هذا من أسباب حقيقة عظمتهم عند الله عز وجل أنهم لا يستخدمون الإعجاز في كل الأحوال فهذا ما يفسر أنه لماذا توسل الأنبياء عليهم السلام بأمثال هذه الموجودات كالعصى ونحوها أبو أحمد عندك سؤال آخر أو تعطي فرصة للمشاهدين طبعا الأخ أبو أحمد يلتفت التفاتات دقيقة وهذا شيء جدا مهم أنا أخرجت على مجال البحث الذي طرحه الأستاذ الشيخ ياسر عظم الله أخرجت عنه أنا أتمنى أن يكون فيه برنامج خاص للإستثارات للحياة العامة للإستثارات حول القرآن الكريم ما وردت القرآن الكريم ونكون نحن بورقة البحث لحاله الله يطول عمركم أبو أحمد نحن البرنامج يعتبر مفتوح بكل السئلة فقهية السئلة عقادية في القرآن ويسألون نحن دائما نحج ورقة البحث المخالفين مع أنه لا يلتزم فيها حياك الله أحمد حياك الله أبو أحمد شكرا لكم أبو أحمد حياكم الله أجرنا وأجركم حياكم الله بارك الله بكم أجورين إن شاء الله أبو أحمد عند احتراض على كلمة أحسنت هل فيها شكال واحد يقول أحسنت يعني هذا راجع إلى الثقافات يعني ثقافة الإخوة السوريين الأكارم تقريبا هكذا أنه عادة يقال للطالب أو للتلميذ أو ما أشبه ولكن في ثقافات أخرى يعني كلمة أحسنت دارجة على اتحال لا مشاحة في مثل هذه الأمور في الكلمات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله تفضل إذا ممكن أرد على الأخ عبد الله اللي اتصم قبل شوية وتكلم عن التطبير أنه كان النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله أجاوبة أقول لأي نعم أقول لأ صحيح البخاري الحديث أقم خمسة ثالاف وثلاثمية واربعة وثلاثمين حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن أكرم عن ابن أبي عباس فتح قوس أحتجم النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما هم يرون في رأسه وهو محرم من وجع كان به بما يقال له لحيا جمل وقال محمد بن سوا أخبرنا هشام عن أكرم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتجم وهو محرم في رأسه من شقيقته تانت به رقم الحديث خمسة أحسنت بشار بارك الله فيك أحسنت 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 عندك مدغرة بعد في موقع الحديث الشريف موسوعة الحديث الشريف بإشراف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الدعوي موقع الإسلام الدعوي والإرشاد إشراف معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أحسنت أحسنت مشكور في شيء تعني أخوي بشار نعم تفضل إنه يعني هو سمحت الشيخ يتكلم عن عائشة إذا هي عائشة سوت الكارثة الجبيرة يعني بعد ما كدعي للكوارس الضغار يعني هذي اللي يتكلم يعني أكبر من كارثة إنه هي بيدي هل سم النبي وحتى عندهم هديث صحيح رقم 2937 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ثواياتهم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان أحسنت أخوي بشار وطيب الله نفاصل أحسن لنأخذ فاصل مخرجنا ترا فيه الاتصالات نأخذ الاتصالات ولا نأخذ فاصل عدنا فاصل قصير نرجع إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رحب فيكم أعزائي مشاهدي غنات فدك مرة أخرى مع برنامج البث المباشر ونأخذ ونأخذ اتصالات الأخوة واستفساراتهم أول اتصال إن شاء الله بعد الفاصل لأخذ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله من معي؟ أبي ياسر من الجزائر أبي ياسر تفضل أخي ياسر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد وقال عن أعداءهم في يوم الدين وإذن أوضح في سنوحة الشيخ أن أبي ياسر من الجزائر رافيدي 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 حتى النقاع أحسنت 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 حتى آل محمد حتى التنال فأسلمت وجهي لرب العالمين فإن الأمة من يقولون لوحدة الأمة أن الوحدة الأمة من مقاطب الشريعة كما يقولون فإن الحقائق وحدها هي التي تتوحد أما الباطل فيجد فإن أن يكون متراكما أما يجمع الحقائق فتتتوحد فالأنبياء خالفوا بعضهم وللأئمة خالفوا بعضهم لأنهم نفت واحدة حقائق تتوحد فقد شمعت الأمة على أبا بكرى المحروم من تكينة الله لكنها توحدت خلف أمير المؤمنين عليه السلام الحقائق تتوحد أما الباطل تتجمع نعم حسنت هذا يعني أريد أن أوضح فقط أنني رافبي يعني ليس لشك يعني في ديني وفي عقيدتي ثم يا شيخ في البحث القرآنية تابعت في يوم الأيام ربكم على ذلك الذي يتجاف على القرآن في إذا الشماء فإذا السماء انشقت وكانت وردة كالبهان يعني وعرضت بعض القرائم لكن يعني أريد أن أوضح ما معنى وردة كالتهان يعني بصورة مجسمة أمامك يعني تمكن يمكن لحق الله أن نجسمها حاليا أنسك سبع أوراق ولماذا سبع أوراق لسبع شداد وابنين فوقكم سبع شداد ولماذا شداد بحكم يرسل عليكم يعني الشيء الذي يرسل يعني مسلوب الإرادة يعني هي سموات أعظم من السماء الدنيا سبع شداد سبع أوراق أرف فوقها يعني يمسكها في بعضها حتى لا تتزحرج أرف فوقها خطين خطين مثل الصالب يعني متعاملين ثم مر الخطوط أخرى على النفط النقطة في الوسط ثم قطع فوق هذه الخطوط قطع أوراق السبع ثم أضغط عليها لأصبعك من الجانب الآخر تخرج لك من الجانب الآخر وردة ترى وردة كالتهان يعني شيء مداد فإن الحركة حين تكون تطاعدية تنازلية ترى شيء مداد وإن تقيل على هذا أنضح بيبات الشمس لغانيس طولير هذه فيها تطاعد وتنازل إن كانت أن تشاهد ترى أنها تطرأت مدادة هذا وشكرا أحسنت وإنني رافيدي رافيدي أحسنت أحسنت الله يثبتك إن شاء الله أخي بياسر أحياكم الله أكرم بك الظاهر لأخي بياسر هو كيميائي يتوقع لأن كلك طبيب وكيميائي عالم يعني رجل ما شاء الله أحسنت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله من معي؟ أبو يعقوب من لندن تفضلوا بيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومقالفهم أجمعين من الأولين والآخرين اللهم لعن أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيب وعائشة والله ولعن حفظة وهند وعمل حكم أخذ معاوية اللهم ولعن الورهابية والبكرية عمين عندي مشاركة السلام عليكم أيها الشيخ الجليل المجاهد الباضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي مشاركة من باب طهارات البكرية من المعروف كان عمر عليه لعنة الله لم يختسل من البول والغائب وكان عمر عليه لعنة الله يترك الصلاة عند فقدان الماء وهذا طبعا من مصادرهم البكرية فسؤالي أيها الشيخ الجليل هل من الصحيح عند المسلمين إذا فقد الماء وجب ترك الصلاة السؤال الثاني وهل من الصحيح عند أن عدم الاختصال من البول والغاض يبقى الإنسان طاهر جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومداخلتي الأخيرة وأدعو أخوان المؤمنين المسلمين الشيعة في كافة أنحاء العالم في التبرق إلى هذه القناة الطاهرة التي تدعو إلى الحق لصوت محمدا وعلى محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحيي الأصوات الرافضية والله يكثرها إن شاء الله نأخذ التصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم من معي؟ وعليكم السلام من معي؟ أبو حيدر من كربلا أبو حيدر من كربلا حياك الله تفضل أنت عليها مباشرة تفضل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكرك 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 شيخ يدرسوها يدرسوها الشرخة والدين الشرخة والخلافة 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 والمعنى على السلام السلام عليكم 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 السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام علي السلام عليكم سلام السلام سلام السلام 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 سلام السلام سلام 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 السلام سلام 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 واجب واللي ما يعتقد بالإثنى عشر إمامان صلوات الله عليه ميتة وميتة شنو جاهلية الطرف الآخر ما يقول هذا الكلام في حق أبي بكر وعمر وعثمان يقول يعني الآن اسأل أي فقيه بكري أي شيخ وهابي ولو شيوخ الشاشة الفضية البكرية نجوم الشاشة الفضية البكرية الممثلين والدمبكشية كما نقول هذول يسألوه أنه واحد الآن يتشهد الشهادتين ويعمل بأركان الإسلام ويحج ويصلي ويصوم ويزكي وإلى آخره وأصلا معارف أبو بكر وعمر وعائشة مطلقا مطلقا أصلا أصلا ما يدري أكوه أصلا مخلوقات فضلا عن أنه يترضى عليهم ويحترمهم ويؤمن بهم وحبهم واجب وما أدري بغضهم نفاق مثلا أي مكان واحد مسلم هذا يروح الجنة لو لا يقولوا روح الجنة مو مطلوب شرعا مو مطلوب منه حتى في ديانتهم الآن مسوي لك طربة قبل موضوع لا يا أخي شرعا حسب أصولهم مو واجب عليك أنه تؤمن أبو بكر صديق عائشة ما أدري أم المؤمنين المبرأ من فوق سبع سماوات عمر ما أدري فاروق فلان ما أدري كذا مو مطلوب منك لا من أصول الدين لا من فروع الدين مو مطلوب دعا كالغلات الآن في الفترة الأخيرة طالعين هذا ردة فعل علينا هذا تركة أصول أصول المذهب عندهم هذا مو مطلوب في المقابل ذاك الطرف يقول مطلوب غصبا عليك لازم تؤمن بإمامة أهل البيت عليهم سلام والبراءة من أعدائهم فهذا الذي يريد أن يعمل بالاحتياط المفروض يروح إلى الطرف الآخر لأنه إذا طلع الحق وياه خو مضمون إذا طلع الحق موياه فهو معذور لأنه أقصى ماهنالك إنه اشتهد فأخطى خلص معذور بعد أمام الله تعالى يعني عينا مثل ما نحن نقول الإسلام وغير الإسلام إحنا نقول ومن ابتغى غير الإسلام مدينان فلن يقبل منه خلص فإذا الواحد ما آمن بالإسلام يروح للنار زين الأطراف الأخرى بعض الأديان الأخرى عندها نظرية أن كل الطرق توصل إلى الله وهذه النظرية كان يتبنىها جورج بوش الإبن صرح تصريح وهكذا قال أنه كل الطرق كل الأديان توصل إلى الله خلص محلول القضي فإذن واحد يجب أن يصبح مسلم الملحد هم هكذا يقول الملحد يقول في كل الأحوال هذا الذي يلتزم بالدين الإسلامي مثلا هذا ما يتضرر بشي يعني ماكو وراء هذه الدنيا شنو بعثون ونشورون وحسابون وإلى آخره وجنة ونار ما يقول فاللي يريد حتى لو يعمل اللي يريد الاحتياط يقول أنا أصير مسلم كاف لأنه ما خسرت شيء أنا في كل الأحوال موشكل نعم حسنت فكذلك نقول مقتضى الاحتياط والفائدة التي يستفيدها الإنسان سواء في حياته أو في آخرته أن يتبع الأئمة الشرعيين من آل محمد اللهم صر على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى عداءهم أحسنت سمحت الشيخ طيب الله نفاصك بارك الله سمحت الشيخ نحن نريد نهاية البرنامج بس نتطرق الموضوع قبل فترة اجتمعنا نحن نحاولنا أن نحط طريقة أو خطة إلى هذه القناة تستمر وهذا النهج يستمر النهج البرائي يمكن صوته الوحيد العربي يمكن أن يكون لديه قناة إيرانية النهج الوحيد أو صوته الوحيد العربي البرائي اللي موجود في الفضائيات اجتمعوا الأخوان وحاولنا أن نوضع خريطة أو خطة أن هذه القناة تستمر أنا فكرتي كانت أن نتوجه للتجار لدعم هذه القناة ويبقاها مستمرة حاولنا أن بعض الأخوان يروحون يتكلمون مع التجار طبعا التجار عندهم ألف حسبة سياسية وألف مصلحة وألف مراضات ومحابات حق مرجع الفلاني المعمم الفلاني البكري الفلاني أبو هريرة الفلاني فدائما نحن توجهنا ما يوافق مع أفكارهم ومشاريعهم ومصالحهم لذلك نتوجه للفقراء طبعا الفقراء في المال أو فيما ليس فقراء عند الله الروافض صغار الروافض الحين هذا البرنامج مثلا يشاهدنا كم واحد ما نقول مئات الألوف يشاهدنا ثلاث آلاف شخص كم رافضي فيهم ثلاثمائة رافضي ثلاثمائة رافضي شاهدنا نطلب منهم على الأقل كل واحد يبعث لنا مئة دولار حتى القناة تبغى بعد ثمان أيام أنا محتاج أدفع فاتورة ثلاثين ألف صدقوني بالبنك تقريبا قبل فترة سألت الأخوان عندنا أربعة آلاف فقط هذه طبعا حبيت أتطرق لها وأحث لكم يعني الحين فعلا اللي عنده أي مبلغ يريد تبرع فيه عنده يعني نذر عنده ثلث ثلث من أحد أقرباء متوفي وموصفي أن المطلق الخيرات نحن من المطلق الخيرات يا أخوان والله هذا الصوت صدقوني إذا اختفى ستتحسفون عليه صعب أن يرجع مرة ثانية نهاية البرنامج هذا أنا أحث الأخوان أن يتبرعوا القناة تفدك حتى تستمر ما نبي الحين كان عندنا خطة أنها ستة شهور تتمول الحين عندنا شهر هذا الشهر نبي تبرع حتى القناة تستمر إذا عندكم قيرة على إيصال مظلومية أهل البيت ودفاع عنهم محاربة أعداهم إذا عندكم قيرة تبرعوا يعني محتاج أنا تقريبا ثلاثين ألف خلال ثمانة أيام إن شاء الله بعد هذا الكلام إنه راح يتغطى هذا المبلغ سماحت الشيخ نشكرك الله بارك بيكم أجوري بعد ما بغي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر